السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم احلى شباب عامليني النهاردة بازن الله في الموضوع الجديد على قناة نقطة التطوير جبت لكم افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين بس ياريت لو اعجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في خناة نقطة التطوير علشان خاطر نوصلها كل جديد التطبيق ده يا شباب في منه نسختين نسخة على الكمبيوتر الحاسب الالي وفي منه نسخة جديدة نزلت تمام على الموبايل مش مدفوعة ولا اي شيء والنسخة دي شغالة مجانية لكل الناس تمام وما فياش اي مشاكل وطبعا النسخة سهلة وبسيطة لكل الناس بس ياريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في خناة التطوير علشان خاطر وصلها كل جديد هنروح يا شباب مع بعض نشرح التطبيق خطوة خطوة هنطلع كده تمام طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع التطبيق بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه تمام في منه نسخة للحاسب الالي هسيبها لكم وفي نسخة منه للهاتف المحمول تمام الموبايل وهيشتغل مع جميع الموبايلات هذي التطبيق بتاعنا اسمه فلمورا جو فلمورا جو طبعا فيه منه النسخة للحاسب الالي الكمبيوتر وفيه منه النسخة للهاتف المحمولة طبعا هنضغط على التطبيق بالشكل انتو شايفينه كده طبعا هيجي لك التطبيق بالشكل ده باللغة العربية ما فيش اي مشاكل طبعا هنضغط ابدأ مشروع جديد تمام طبعا يبدو ليك اللي انت هتختار اول حاجة المقدمة بتاعت الفيديو بتاعك وانا تختار الفيديو مسلا طبعا هتضغط كده اول واحدة كده اختار معانا واحد زي ما انتو شايفين لو انت اخترت بعد كده رقم اتنين الفيديو بتاعك هنضغط رقم اتنين معك اكتر من الفيديو عاست تختار وما فيش اي مشاكل لو اخترت مثلا الفيديو ده كده معاك رقم ثلاثة بس احنا هنختار اتنين مسلا تمام يا شباب وهندوس التالي تمام ادي الفيديوهات بتاعتنا يجيط لنا بالشكل ده تمام عندك الخنات اللي تحت دي هي اللي انت هتشتغل عليها وطبعا سهلة وبسيطة جدا سهلة وبسيطة جدا وما فيش اي مشاكل والنسخة مش مدفوعة تمام النسخة مجانية وكل المزات اللي انت عايزها ومحتاجها هتلاقيها موجودة معاك في التطبيق ده بصوا كده يا شباب لو سحبنا الشاشة بتاعتنا كدهول تحت يعني هي بص هتلاقيها شريط من تحت هتسحبها كدهول تمام هتلاقي هنا اول حاجة علامة مائية تمام لو انت هتسختار علامة مائية لنفسك تمام على الفيديو على اساس لما انت تنشر الفيديو على قناتك تمام تبقى علامة مائية سابتة على الفيديوهات بتاعتك ومحد شيء قدر ياخد الفيديوهات بتاعتك وكده يبقى انت عامل علامة مائية لجميع الفيديوهات بتاعتك طبعا في كل فيديو تمام اه انت عايز تعمل الميزة دي هتعملها تمام طبعا هتجيب الصورة بتاعت القناة بتاعتك او العلامة بتاعت القناة بتاعتك تمام وهتختارها لو دوسنا علامة مائية كده هنضغط عليها. طبعا انا هو. انا علامة المائية بتاعتي زي ما انتم شايفين انا مخصصها. تمام? اللي هي الخاصة بقناتي نقطة التطوير. تمام? هضغط علامة صح. يعني مثلا هاجي اضغط عليها كده. وهضغط على العلامة دي. ااكد بس. انا ااكد. وهدي علامة صح. زي ما انتم شايفين اهي. ادي معايا العلامة المائية بتاعتي اهي. تمام? ظهرت لي بالشكل ده. هتبقى على جميع الفيديو بتاعي اهو. هكبرها وصورها وحطها في المكان اللي انا عايز احطها فيه. عادي ما فيش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين. تمام? هحدد المكان بتاعها. دي هتبقى على جميع الفيديو. وبعد كده يا شباب هديها صح تحت. كده انا لو شغلت الفيديو بتاعي من البداية للنهاية اهو. العلامة المائية هتفضل على جميع الفيديو. دي اول حاجة انا بشرحها معاكم يا شباب. تمام? تاني حاجة انت هتختار حجم الفيديو. يعني انت هتعمله للتيك توك او هتعمله لوتيوب او هتعمله للفيسبوك. تمام? هتختار. تاني حاجة اللي هي اللوحة. هتغط عليها. تمام? هروح لتنصيق. هتغط عليها. زي ما انتم شايفين هنا حجم الفيديو. انستجرام. يوتيوب. تيك توك. فيسبوك. تمام? للي انت هتختاره. طبعا احنا بنختار يوتيوب بتاعنا. لان اشغال على اليوتيوب. كده انا عملت الجودة بتاعتي ليوتيوب. تمام يا شباب? هصغر دي. على كد حجم الفيديو بتاعي. اهو. كده انا مسلا خليتها في الفيديو. انا عايز احطها في اي مكان مفيش اي مشاكل. يا شباب. تمام? عايز احطها مسلا هنا. تمام هحطها عادي بعيد عن الفيديو بتاعي. او حطها فوق. ما فيش اي مشاكل دي. العلامة المائية اللي انا كنت شرحتها في بداية الفيديو. تمام يا شباب? كده انا آآ عملت الفيديو بتاع ليوتيوب. تمام? وعملت العلامة المائية. تمام? لو رحنا بعد كده هنشوف ميزاة تاني. مسلا انت حاست خلفية بتاعتك بدل ما هي سودا. بدل ما هي سودا انت عايز تغير الخلفية. هتروح الوحة. وهتختار الخلفيات. عايز تخليها اللوجو الخاص بقناتك. مفيش اي مشاكل. هنا عايز الوان. تمام? هتختار اللون اللي انت عايزه. مفيش اي مشاكل. تمام يا شباب? اه. كده الخلفيات بتاعتنا بقيت زرقة. تمام? هنطلع كده احنا شرحنا المستين الاولين اللي موجودين معنا في التطبيق اللي هي العلامة المائية واللوحة. تمام? ومقاس الفيديو. تمام يا شباب? هنا طبعا فيها اعدادات تاني ضبط. وكده. تمام? انا مش بشتغل عليها. انا بشتغل الحياة اللي انا يعني بستفاد منها في الفيديو. انت لو عاستكتب نص في الفيديو. هنا برضو. لو عاستكتب نص على الفيديو بتاعك. هتضغط كده. تمام? هتختار النص. تمام? وهتكتب اللي انت عايز تكتبه مسلا. تمام? ودي هتختار مكانها مسلا هتخليها في اي مكان في الفيديو زي ما انت عايز هنا مسلا تمام وهتضغط علامة صح كده احنا ايه خلصنا عايز تخليها على مدار الفيديو ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ما فيش اي مشاكل تمام يا شباب هنطلع كده يا شباب وهنروح نبص على حاجة تانية عايز تغير من الموسيقى بتاعت الفيديو او تغير من كلامك يعني مش عايز تطلع انت مسلا وعايز تحط الموسيقى عايز تقص من الفيديو كده اه عايز تختار برضو الجودة وتعمل فلاتر على الفيديو كده يبقى انت يعني اه عايز اشرح لك بس بطريقة سريعة تمام علشان نتملش من الفيديو وكده انا شرحت لك التطبيق ده النسخة دي انا هسابها لك في وصف الفيديو بس ياريت كل الناس اللي ما اشتركتش في قناة نقطة تطوير تشترك في نقطة تطوير علشان خاضر القناة بتاعتنا دي احنا عايزين نكبرها تمام وانصعد بها ان شاء الله ونجيب مواضيع تستفاد منها الناس تمام بعد ما هتخلصوا زي كده هو طبعا اعدادات الفيديو ان كان قص او موسيقى او نص تمام او ملسق انت عايز ملسقات مثلا تحطها في الفيديو بتاعك مثلا عايز تعمirl لايك كده وهو وتختار مكان وتحطله مثلا انه هو تمام علشان تحسن من مشاهده الفيديو بتاعك تمام او مثلا انت تبعط هاي كده تمام انت اي حاجة انت عايزها مفيش اي مشاكل بعد ما بتخدار زي كده بتدي علامة صح هنا هو تمام عايز تخليها على الفيديو كله ماشي عايز تخليها مقدمة الفيديو ماشي تمام انا بشرح لكم بس بعد الميزات لاني التطبيق سهل وبسيط افضل من كين مصدر طيب انت لو عايز تحجب حاجات او تعمل علامة مائية على الفيديو يعني انت مسلا عندك الفيديو بتاعك اه في حاجات مش عايزها تظهر زي مسلا اه دي هنختار دي مسلا هنروح لي في سيفيا اللي انتو شايفينها قدامكم دي واخطارها تمام واخطار اي خلفية زي دي مسلا علامة مائية تمام السلام عليكم ورحمة واروح جاي هنا اهو مثلا زي ما انتم شايفين اهو اختار التnnبيع دي وقدر اتحكم فيها وراحتي ما فيش اي مشاكل اي دههو تمام واحطار الحيج مع صغر اكبر ما فيش اي مشاكل تمام وطبعا انا لما تغطى عليها بالشكل ده تمام عايزي خليها على كل الفيديو ماشي عايزه خليها على بعض الفيديو ما فيش اي مشاكل تمام يا شباب اهو اهو الزي من انتم شايفينه وبعد كده هطلع تمام هشوف اي شيء تاني معايا في الفيديو انا عايز اعدله هعدله عايز اعمل فلادثر عايز اعمل ملسق اه بالشكل اللي انتو شايفينه كده احنا يا شباب شرحنا مع بعض التطبيق والتطبيق سهل وبسيط وبنسخة مش مدفوع نسخة مجانية في منه نسخة على الكمبيوتر تمام وفي منه نسخة على الهاتف المحمولة دي النسخة الخاصة بالهاتف المحمولة لكل الناس اللي هي بتشتغل من الموبايل وكده يا شباب احنا خلصنا الموضوع بتاعنا عايز تعمل تصدير للفيديو تمام بتروح تختار الجودة اللي انت عايزها زي ما انت شايف من فوق هنا تصدير هادوس تصدير هنا هيجيب لك الجودات بتاعت الفيديو الف وتمانين وسبعمائة وعشرين وربعمائة وثمانين طبعا احنا هنختار اعلى جودة اللي هي الف وتمانين طبعا هتطول معك في الوقت من المدة دقيقة مثلا في تحميل الفيديو هضغط تصدير وما طبعا هتمسك الموبايل بتاعك مش هتخرج منه ولا تروح لتطبيق تاني عشان خاطر التصدير ما يبقاش معاك تقيل طبعا كده هنبقى احنا بنصدر الفيديو اهو هنا شغال بسرعة ليه لان انت تمام اه فتح التطبيق او فتح الموبايل تمام وما فيش مخرجتش على موضوع تاني او تطبيق تاني فشغال معاك بسرعة لكن انت لو صدرت الفيديو وروحت الموضوع تاني تمام كده بالشكل ده انت بتعمل صواب على التطبيق تمام يا شباب استنى طبعا ماشي معانا بسرعة عالية تمام على حسب برضو حجم الفيديو اللي انت عامله يعني ممكن الفيديو بتاعك انت يكون طويل مسلا عشرين ديها طبعا بياخد معاك وقت في التحميل لكن لو الموضوع بتاعك قصير مسلا زي اللي احنا بنشرح عليه كده انا حافظت الفيديو لو رحت للستوديو بتاعي تمام وجبت الاستوديو بتاعي كده يا شباب هدي الاستوديو هلاقي الموضوع بتاعي اهو اللي انا كنت بشرح لكم عليه هضغط عليه بالشكل ده ولو ضغط كده السلام عليكم ورحمة الله تمام كده يبقى انا عرفتكم كده انا عملت التطبيق وما فيش اي مشاكل وشراحت الميزات اللي فيه بكل سهولة ياريت كل الناس لو عجبها الفيديو بتاعنا او الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغط لينا لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم احلى شباب عامليني النهاردة بازن الله في الموضوع الجديد على قناة نقطة التطوير جبتلكم افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد التطبيق ده يا شباب فيه منه نسختين نسخة على الكمبيوتر الحاسب الالي وفيه منه نسخة جديدة نزلت تمام على الموبايل مش مدفوعة ولا اي شيء والنسخة دي شغالة مجانية لكل الناس تمام وما فيهاش اي مشاكل وطبعا النسخة سهلة وبسيطة لكل الناس بس يا ريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد هروح يا شباب مع بعض نشرح التطبيق خطوة بخطوة هنطلع كده تمام طبعا هسيب لكم اللينك بتاع التطبيق بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه تمام فيه منه نسخة للحاسب الالي هسيبها لكم وفيه نسخة منه للهاتف المحمول تمام الموبايل وهيشتغل مع جميع الموبايلات هذي التطبيق بتاعنا اسمه فلمورا جو فلمورا جو طبعا فيه منه نسخة للحاسب الالي الكمبيوتر وفيه منه نسخة للهاتف المحمولة طبعا هنضغط على التطبيق بالشكل انتو شايفينه كده طبعا هيجي لك التطبيق بالشكل ده باللغة العربية ما فيش اي مشاكل طبعا هنضغط ابدأ مشروع جديد تمام طبعا يبدو ليك اللي انت هتختار اول حية مثلا المقدمة بتاعت الفيديو بتاعك وانا تختار الفيديو مثلا طبعا هتضغط كده اول واحدة كده اختار معانا واحد زي ما انتو شايفين لو انت اخترت بعد كده رقم اثنين الفيديو بتاعك هنضغط رقم اثنين معك اكتر من الفيديو عاست تختاره ما فيش اي مشاكل لو اخترت مثلا الفيديو ده كده معاك رقم ثلاثة بس احنا هنختار اثنين مثلا تمام يا شباب وهندوس التالي تمام ادي الفيديوهات بتاعتنا يجيطلنا بالشكل ده تمام عندك الخنات اللي تحت دي هي اللي انت هتشتغل عليها وطبعا سهلة وبسيطة جدا سهلة وبسيطة جدا وما فيش اي مشاكل والنسخة مش مدفوعة تمام النسخة مجانية وكل المزات اللي انت عايزها ومحتاجها هتلاقيها موجودة معاك في التطبيق ده بصوا كده يا شباب لو سحبنا الشاشة بتاعتنا كده هول تحت يعني هي بص هتلاقيها شريط من تحت هتسحبها كده هتلاقي هنا اول حاجة علامة مائية تمام لو انت هتختار علامة مائية لنفسك تمام على الفيديو على اساس لما انت تنشر الفيديو على قناتك تمام تبقى علامة مائية سابتة على الفيديوهات بتاعتك وما حد شيء قدر ياخد الفيديوهات بتاعتك وكده يبقى انت عامل علامة مائية لجميع الفيديوهات بتاعتك طبعا في كل فيديو تمام انت عايز تعمل الميزة دي هتعملها تمام طبعا هتجيب الصورة بتاعت القناة بتاعتك او العلامة بتاعت القناة بتاعتك تمام وهتختارها لو دسنا علامة مائية كده هو هنضغط عليها طبعا انا هو انا علامة المائية بتاعتي زي ما انتوا شايفين انا مخصصها تمام اللي هي الخاصة بقناتي نقطة التطوير هضغط علامة صح يعني مثلا هاي اضغط عليها كده واضغط على العلامة دي ااكد بس انا ااكد وهدي علامة صح زي ما انتوا شايفين اهي ادي معايا العلامة المائية بتاعتي اهي تمام زهرتلي بالشكل ده هتبقى على جميع الفيديو بتاعي اهو اكبرها وصغرها وحطها في المكان اللي انا عايز احطها فيه عادي مفيش اي مشاكل زي ما انتم شايفين تمام هحدد المكان بتاعها دي اتبقى على جميع الفيديو وبعد كده يا شباب هديها صح تحت كده انا لو شغلت الفيديو بتاعي من البداية للنهاية اهو العلامة المائية هتفضل على جميع الفيديو دي اول حاجة انا بشرحها معكم يا شباب تمام تاني حاجة انت هتختار حجم الفيديو يعني انت هتعمله للتيك توك او هتعمله لليوتيوب او هتعمله للفيسبوك تمام هتختار التاني حاجة اللي هي اللوحة هتغط عليها تمام هروح لتنصيق هتغط عليها زي ما انتم شايفين هنا حجم الفيديو انستجرام يوتيوب تيك توك فيسبوك تمام اللي انت هتختاره طبعا احنا بنختار يوتيوب بتاعنا لانا شغال على اليوتيوب كده انا عملت الجودة بتاعتي ليوتيوب تمام يا شباب هصغر دي على كد حجم الفيديو بتاعي اه كده انا مثلا خلتها في الفيديو انا عايز احطها في اي مكان مفيش اي مشاكل يا شباب تمام? عايز احطها مثلا هنا تمام? هحطها عادي بعيد عن الفيديو بتاعي او هحطها فوق مفيش اي مشاكل دي العلامة المائية اللي انا كنت شرحتها في بداية الفيديو تمام يا شباب? كده انا اعملت الفيديو بتاعي لليوتيوب تمام? وعملت العلامة المائية تمام? لو رحنا بعد كده هنشوف كده ميزات تاني يجب ان تجد من خلفية في الخلفية ويمكنها الخلفية ثم نرغب التغيير ويجب ان تختار الخلفية ويمكنها الخاص بقناتك ثم نصف اي مشاكل ويمكنها الوان هكذا اختار اللون اي اريده ويمكنها اي مشاكل تمام يا شباب فالخلفية السيء جامعة ويمكنها اخرج لابد من خلفية اللي موجودين معنا في التطبيق اللي هي العلامة المئية واللوحة تمام وماقس الفيديو تمام يا شباب هنا طبعا في هي اعداد تاني ضبط وكده تمام انا مش بشتغل عليها انا بشتغل الحياة اللي انا يعني بستفد منها بالفيديو انت لو اucktبت ابتها في الفيديو هنا برضو انت wont بعد على الفيديو بتاعك هتضغط كده تمام هتختار النص تمام وهتكتب اللي انت عايز تكتبه مسلا بمسلا ودي اختار مكانها المصلة اتخليها في مكان في الفيديو زي ما انت عايز هنا مثلا تمام وهتضغط بقنام الصح كده احنا خلصنا عاز تخليها على مظاهر الفيديو ماشي عاز تخليها على مقدمة الفيديو ما فيش اي مشاكل تمام يا شباب هنطلع كده يا شباب وهنروح نبص على حاجة تانية عاز تغير من الموسيقى بتاعت الفيديو? او تغير من كلامك يعني مش عاز تطلع أنت مسلا واعاز تحط موسيقى عاز تقص من الفيديو كده اا عاز تختار برضو الجودة وتعمل الفلاتر على الفيديو كده يبقى انت يعني اه عايز اشرح لك بس بطريقة سريعة تمام علشان نتملش من الفيديو وكده انا شرحت لك التطبيق ده النسخة دي انا هسابها لك في وصف الفيديو بس ياريت كل الناس اللي ما اشتركتش في قناة نقطة التطوير تشترك في نقطة التطوير علشان خاضر القناة بتاعتنا دي احنا عايزين نكبرها تمام ونصعد بها ان شاء الله ونجيب مواضيع تستفاد منها الناس تمام بعد ما هتخلصه زي كده هو طبعا اعدادات الفيديو ان كان قص او موسيقى او نص تمام او ملصق انت عايز ملصقات مثلا انت حطها في الفيديو بتاعك مثلا عايز تعمل لايك كده هو وتختار مكان وتحط له مثلا انه هو تمام علشان تحسن من مشاهدة الفيديو بتاعك تمام او مثلا انت بعت هاي كده تمام انت اي حاجة انت عايزها ما فيش اي مشاكل بعد ما بتختار زي كده بتدي علامة صحة هنا هو تمام عايز تخليها على الفيديو كله ماشي عايز تخليه على مقدمة الفيديو ماشي تمام انا بشارح لكم بس بعض الميزات لاني التطبيق سهل وبسيط افضل من كين مستر طيب انت لو عايز تحجيب حاجات او تعمل علامة مائية على الفيديو يعني انت مسلا عندك الفيديو بتاعك اه في حاجات مش عايزها تظهر زي مسلا اه دي هنختار دي مسلا هنروح لي في سيفيا اللي انتم شايفينها قدامكم دي واختارها تمام واختار اي خلفية زي دي مسلا علامة مائية السلام عليكم ورحمة الله واروح جاي هنا او مثلا زي ما انتم شايفين اهو هاختار التلبيع دي وقدر اتحكم فيها براحتي ما فيش اي مشاكل اهو تمام واهتار الحجم اصغر اكبر مفيش اي مشاكل تمام وطبعا انا لما اضغط عليها بالشكل ده تمام عازة اخليها على كل الفيديو ماشي عازة خليها على بعض الفيديو مفيش اي مشاكل تمامي شباب اهو اهو زي ما انتم شايفينه وبعد كده هطلع تمام هشوف اي شيء ثاني معايا في الفيديو انا عايز اعدله هعدله عايز اعمل فلادتر عايز اعمل ملسق اه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده احنا يا شباب شرحنا مع بعض التطبيق والتطبيق سهل و بسيط وبنسخة مش مدفوع نسخة مجانية فيه منه النسخة على الكمبيوتر تمام وفيه منه نسخة على الهاتف المحمولة دي النسخة الخاصة بالهاتف المحمولة لكل الناس اللي هي بتشتغل من الموبايل وكده يا شباب احنا خلصنا الموضوع بتاعنا عايز تعمل تصدير الفيديو تمام بتروح تبختار الجودة اللي انت عايزها زي ما انت شايفت هنا تصدير هدوس تصدير هنا هيجيب لك الجودات تحت الفيديو الف وتمانين وسبعمائة وعشرين وربعمائة وتمانين طبعا احنا نختار اعلى الجودة اللي هي الف وتمانين طبعا هتطول معك في الوقت لمدة دقيقة مثلا في تحميل الفيديو هضغط تصدير وما طبعا هتمسك الموبايل بتاعك مش هتخرج منه ولا تروح لتطبيق تاني عشان خاطر التصدير ما يبقاش معك تقيل طبعا كده هنبقى احنا بنصدر الفيديو اهو هنا شغال بسرعة ليه لاني انت تمام اه فتح التطبيق او فتح الموبايل تمام وما فيش مخرجتش على موضوع تاني او تطبيق تاني فشغال معك بسرعة لكن انت لو صدرت الفيديو وروحت الموضوع تاني تمام كده بالشكل ده انت بتعمل صواب على التطبيق تمام يا شباب اهو استنى طبعا ماشي معانا بسرعة عالية تمام على حسب برضو حجم الفيديو اللي انت عامله يعني ممكن الفيديو بتاعك انت يكون طويل مسلا عشرين ديها طبعا بياخد معك وقت في التحميل لكن لو الموضوع بتاعك قصير مسلا زي اللي احنا بنشرح عليه كده انا حفظت الفيديو لو رحت للستوديو بتاعي تمام وجبت الاستوديو بتاعي كده يا شباب هدي الاستوديو هلاقي الموضوع بتاعي اهو اللي انا كنت باش رحلوكم عليه هضغط عليه بالشكل ده ولو ضغطت كده السلام عليكم ورحمة الله تمام كده يبقى انا عرفتكم كده انا عملت التطبيق وما فيش اي مشاكل وش راحت الميزات اللي فيه بكل سهولة ياريت كل الناس لو عجبها الفيديو بتاعنا او الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغط لينا لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم احلى شباب عاملينين نهارده بازن الله في الموضوع الجديد على قناة نقطة التطوير جبت لكم افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين بس ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد التطبيق ده يا شباب في منه نسختين نسخة على الكمبيوتر الحاسب الالي وفي منه نسخة جديدة نزلت تمام على الموبايل مش مدفوعة ولا اي شيء والنسخة دي شغالة مجانية لكل الناس تمام وما فيش اي مشاكل وطبعا النسخة سهلة وبسيطة لكل الناس بس ياريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد هنروح يا شباب مع بعض نشرح التطبيق خطوة خطوة هنطلع كده تمام طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع التطبيق بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه تمام في منه نسخة للحاسب الالي هسيبها لكم وفيه نسخة منه للهاتف المحمول تمام الموبايل وهيشتغل مع جميع الموبايلات هدي التطبيق بتاعنا اسمه فلمورا جو فلمورا جو طبعا في منه نسخة للحاسب الالي الكمبيوتر وفيه منه نسخة للهاتف المحمولة طبعا هنضغط على التطبيق بالشكل انتو شايفينه كده طبعا هيجي لك التطبيق بالشكل ده باللغة العربية مفيش اي مشاكل طبعا هنضغط ابدأ مشروع جديد تمام طبعا يبدو ليك اللي انت هتختار اول حاجة مسلا المقدمة بتاعت الفيديو بتاعك وانا تختار الفيديو مسلا طبعا هتضغط كده اول واحدة كده اختار معانا واحد زي ما انتو شايفين لو انت اخترت بعد كده رقم اتنين الفيديو بتاعك هنضغط رقم اتنين معك اكتر من فيديو عاست اختار وما فيش اي مشاكل لو اخترت مثلا الفيديو ده كده معاك رقم ثلاثة بس احنا هنختار اتنين مسلا تمام يا شباب وهندوس التالي تمام ادي الفيديوهات بتاعتنا يجيطلينا بالشكل ده تمام عندك الخنات اللي تحت دي هي اللي انت هتشتغل عليها وطبعا سهلة وبسيطة جدا سهلة وبسيطة جدا وما فيش اي مشاكل والنسخة مش مدفوعة تمام النسخة مجانية وكل المزات اللي انت عايزها ومحتاجها هتلاقيها موجودة معاك في التطبيق ده بصوا كده يا شباب لو سحبنا الشاشة بتاعتنا كدهول تحت يعني هي بص هتلاقيها شريط من تحت هتسحبها كدهو تمام هتلاقي هنا اول حاجة علامة مائية تمام لو انت هتسختار علامة مائية نفسك تمام على الفيديو على اساس لما انت تنشر الفيديو على قناتك تمام تبقى علامة مائية سابتة على الفيديوهات بتاعتك ومحدش يقدر ياخد الفيديوهات بتاعتك وكده يبقى انت عامل علامة مائية لجميع الفيديوهات بتاعتك طبعا في كل فيديو تمام انت عايز تعمل الميزة دي هتعملها تمام طبعا هتجيب الصورة بتاعت القناة بتاعتك او العلامة بتاعت القناة بتاعتك تمام وهتختارها لو دوسنا علامة مائية كده هو هنضغط عليها طبعا انا هو انا علامة المائية بتاعتي زي ما انتم شايفين انا مخصصها تمام اللي هي الخاصة بقناتي نقطة التطوير تمام هضغط علامة صح يعني مثلا هاي اضغط عليها كده واضغط على العلامة دي ااكد بس انا ااكد واددي علامة صح زي ما انتم شايفين اهي ادي معايا العلامة المائية بتاعتي اهيه تمام ظهرتلي بالشكل ده هتبقا على جميع الفيديو بتاعي اهو اكبرها وصغرها وحطها في المكان اللي انا عايزا احطها فيه عادي ما فيش اي مشاكل زي ما انتم شايفين تمام هيحدد المكان بتاعها دي هتبقى على جميع الفيديو وبعد كده يا شباب هتديها صح تحت كده انا لو شغلت الفيديو بتاعي من البداية للنهاية اهو العلامة المائية هتفضل على جميع الفيديو دي اول حاجة انا بشرحها معكم يا شباب تمام تاني حاجة انت هتختار حجم الفيديو يعني انت هتعملو للتيك توك او هتعملو لليوتيوب او هتعملو للفيسبوك تمام هتختار التاني حاجة اللي هي اللوحة هتغط عليها تمام هروح لتنصيق هتغط عليها زي ما انتو شايفين هنا حجم الفيديو انستجرام يوتيوب تيك توك فيسبوك تمام اللي انت هتختاره طبعا احنا بنختار يوتيوب بتاعنا لانا شغال على اليوتيوب كده انا عملت الجودة بتاعتي ليوتيوب. تمام يا شباب? هصغر دي على كد حجم الفيديو بتاعي. اه. كده انا مسلا خلتها في الفيديو. انا عايز احطها في اي مكان مفيش اي مشاكل يا شباب. تمام? عايز احطها مسلا هنا. تمام? هحطها عادي بعيد عن الفيديو بتاعي. او هحطها فوق. مفيش اي مشاكل دي العلامة المائية اللي انا كنت شرحتها في بداية الفيديو. تمام يا شباب? كده انا اه عملت الفيديو بتاع لليتيوب تمام وعملت العلامة المائية تمام لو رحنا بعد كده هنشوف ميزات تاني مثلا انت عايز تخلي الخلفية بتاعتك بدل ما هي سودة بدل ما هي سودة انت عايز تغير الخلفية هتروح للوحة وهتختار الخلفيات عايز تخليها اللوجو الخاص بقناتك مفيش اي مشاكل هنا عايز الوان تمام هتختار اللون اللي انت عايزه مفيش اي مشاكل تمام يا شباب اهو كده الخلفية بتاعتنا باقت زرقة تمام هنطلع كده احنا شرحنا المستين الاولين اللي موجودين معنا في التطبيق اللي هي العلامة المائية واللوحة تمام ومقاس الفيديو تمام يا شباب هنا طبعا فيه عددات تاني ضبط وكده تمام انا مش بشتغل عليها انا بشتغل الحياة اللي انا يعني بستفاد منها في الفيديو انت لو عاستكتب نص في الفيديو هنا برضو لو عاستكتب نص على الفيديو بتاعك هتضغط كده تمام وهتختار النص تمام وهتكتب اللي انت عايز تكتبه مسلا تمام ودي هتختار مكانها مسلا هتخليها في اي مكان في الفيديو زي ما انت عايز هنا مسلا تمام وهتضغط علامة صح كده احنا ايه خلصنا عايز تخليها على مدار الفيديو ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ما فيش اي مشاكل تمام يا شباب هنطلع كده يا شباب وهنروح نبص على الحاجة تانية عايز تغير من الموسيقى بتاعت الفيديو او تغير من كلامك يعني مش عايز تطلع انت مسلا وعايز تحط موسيقى عايز تقص من الفيديو كده عايز تختار برضو الجودة وتعمل فلاتر على الفيديو كده يبقى انت يعني عايز اشرح لك بس بطريقة سريعة تمام علشان نتملش من الفيديو وكده انا شرحت لك التطبيق ده النسخة دي انا عسبها لك في وصف الفيديو بس ياريت كل الناس اللي ما اشتركتش في قناة نقطة تطوير تشترك في نقطة تطويره علشان خاضر القناة بتاعتنا دي احنا عايزين نكبرها تمام ونصعد بها ان شاء الله ونجيب مواضيع تستفاد منها الناس تمام بعد ما هتخلصه زي كده طبعا اعدادات الفيديو ان كان قص او موسيقى او نص تمام او ملسق انت عايز ملسقات مثلا تحطها في الفيديو بتاعك مثلا عايز تعمل لايك كده وتختار مكان وتحطه مثلا هنا اهو تمام علشان تحسن من مشاهدة الفيديو بتاعك تمام او مثلا تبعت هاي كده تمام انت اي حاجة انت عايزها ما فيش اي مشاكل بعد ما بتختار زي كده بتدي علامة صح هنا هو تمام عايز تخليها على الفيديو كله ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ماشي تمام انا بشرح لكم بس بعض الميزات لاني التطبيق سهل وبسيط افضل من كين مصدر طيب انت لو عايز تحجيب حاجات او تعمل علامة مائية على الفيديو يعني انت مثلا عندك الفيديو بتاعك اه في حاجات مش عايزها تظهر زي مثلا هنختار دي مثلا هنروح لي في سيفيا اللي انتو شايفينها قدامكم دي واختارها تمام واختار اي خلفية زي دي مثلا علامة مائية تمام واروح جاي هنا هوا مثلا زي ما انتو شايفين اهو اختار التلبيعة دي وقدر اتحكم فيها براحتي ما فيش اي مشاكل اذا هو تمام واحطار الحجم على صغر اكبر ما فيش اي مشاكل تمام وطبعا انا لما اضغط عليها بالشكل ده تمام عايز تخليها على كل الفيديو ماشي عايز تخليها على بعض الفيديو مفيش اي مشاكل تمام يا شباب اهو اهو زي ما انتو الشاكل انتو شايفينه وبعد كده هطلع تمام هشوف اي شيء تاني معاه في الفيديو انا عايز اعدله هعدله عايز اعمل فلاتر عايز اعمل ملسق بالشكل انتو شايفينه كده يبقى احنا يا شباب شرحنا مع بعض التطبيق والتطبيق سهل و بسيط وبنسخة مش مدفوع نسخة مجانية فيه منه نسخة على الكمبيوتر تمام وفيه منه نسخة على الهاتف المحمولة دي النسخة الخاصة بالهاتف المحمولة لكل الناس اللي هي بتشتغل من الموبايل وكده اي شباب احنا خلصنا الموضوع بتاعنا عايز تعمل تصدير الفيديو تمام بتروح تمختار الجودة اللي انت عايزها زي ما انت شايف من فوقنا تصدير هدوس تصدير هنا هيجيب لك الجودات بتاعت الفيديو الف وتمانين وسبعمائة وعشرين وربعمائة وثمانين طبعا احنا هنختار اعلى جودة اللي هي الف وتمانين طبعا هتطول معاك في الوقت من المدة دقيقة مثلا في تحميل الفيديو هضغط تصدير وطبعا هتمسك الموبايل بتاعك مش هتخرج منه ولا تروح لتطبيق تاني عشان خاطر التصدير ما يبقاش معاك تقيل طبعا كده هنبقى احنا بنصدر الفيديو هنا شغال بسرعة عليه لاني انت تمام فتح التطبيق او فتح الموبايل تمام وما فيش مخرجتش على موضوع تاني او تطبيق تاني فشغال معاك بسرعة لكن انت لو صدرت الفيديو وروحت الموضوع تاني تمام كده بالشكل ده انت بتعمل صعوب على التطبيق تمام يا شباب استنى طبعا ماشي معانا بسرعة عالية تمام على حسب برضو حجم الفيديو اللي انت عامله يعني ممكن الفيديو بتاعك انت يكون طويل مثلا 20 ديها طبعا بياخد معاك وقت في التحميل لكن لو الموضوع بتاعك قصير مثلا زي اللي احنا بنشرح عليه كده انا حافظت الفيديو لو رحت للستوديو بتاعي تمام وجبت للستوديو بتاعي كده يا شباب هدي للستوديو هلاقي الموضوع بتاعي اهو اللي انا كنت بشرح لكم عليه هضغط عليه بالشكل ده ولو ضغطت كده السلام عليكم ورحمة الله تمام كده يبقى انا عرفتكم كده انا عملت التطبيق وما فيش اي مشاكل وشراحت الميزات اللي فيه بكل سهولة ياريت كل الناس لو عجبها الفيديو بتاعنا او الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغط لينا اللايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم احلى شباب عامليني النهاردة بإذن الله في الموضوع الجديد على قناة نقطة التطوير جبت لكم افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين بس ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد التطبيق ده يا شباب في منه نسختين نسخة على الكمبيوتر الحاسب الالي وفي منه نسخة جديدة نزلت تمام على الموبايل مش مدفوعة ولا اي شيء والنسخة دي شغالة مجانية لكل الناس تمام وما فيهاش اي مشاكل وطبعا النسخة سهلة وبسيطة لكل الناس بس ياريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد هنروح يا شباب مع بعض نشرح التطبيق خطوة هنطلع كده تمام طبعا نهيسيب لكم اللينك بتاع التطبيق تاع البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه تمام في منه نسخة للحاسب الالي هاسبها لكم وفي نسخة منه للهاتف المحمول تمام الموبايل وهيشتغل مع جميع الموبايلات هذي التطبيق بتاعنا اسمه فلامورا جو فلامورا جو طبعا فيه منه نسخة للحاسب الالي الكمبيوتر وفيه منه نسخة للهاتف المحمول طبعا هنضغط على التطبيق بالشكل انتو شايفينه كده طبعا هيجي لك التطبيق بالشكل ده باللغة العربية ما فيش اي مشاكل طبعا هنضغط ابدأ مشروع جديد تمام طبعا يبدو ليك اللي انت هتختار اول حية مثلا المقدمة بتاعت الفيديو بتاعك وانا تختار الفيديو مثلا طبعا هتضغط كده اول واحدة كده اختار معانا واحد زي ما انتو شايفين لو انت اخترت بعد كده رقم اثنين الفيديو بتاعك هنضغط رقم اثنين معك اكتر من فيديو عاز تختاره وما فيش اي مشاكل لو اخترت مثلا الفيديو ده كده معاك رقم ثلاثة بس احنا هنختار اثنين مثلا تمام يا شباب? وهندوس التالي. تمام? ادي الفيديوهات بتاعتنا يجيطلينا بالشكل ده. تمام? عندك الخنات اللي تحت دي هي اللي انت هتشتغل عليها. وطبعا سهلة وبسيطة جدا سهلة وبسيطة جدا وما فيش اي مشاكل والنسخة مش مدفوعة. تمام? النسخة مجانية وكل الميزات اللي انت عايزها ومحتاجها هتلاقيها موجودة معاك في التطبيق ده. بصوا كده يا شباب لو سحبنا الشاشة بتاعتنا كده تدول تحت يعني هي يبصتها شريط من تحت. هت السحبها كده. تمام? هتلاقي هنا اول حاجة علامة مائية. تمام? لو انت هتتسختار علامة مائية نفسك. تمام? على الاساس لما انت تنشر الفيديو على قناتك. تمام? تبقى علامة مائية سابقة على الفيديوهات بتاعتك ومحدش يقدر ياخد الفيديوهات بتاعتك. وكده يبقى انت عامل علامة مائية لجميع الفيديوهات بتاعتك. طبعا في كل فيديو. تمام? آآ انت عاية تعمل الميزة دي هتعملها. تمام؟ طبعا هتجيب الصورة بتاعت القناة بتاعتك او العلامة بتاعت القناة بتاعتك. تمام? وهتختارها. لو دسنا علامة مائية كده هو. هنضغط عليها. طبعا انا هو. انا العلامة المائية بتاعتي زي ما انتم شايفينها انا مخصصها تمام? اللي هي الخاصة بقناتي نقطة تطوير. تمام? هضغط علامة صح. يعني مثلا هاجي اضغط عليها كده. واضغط على العلامة دي. ااكد بس. انا ااكد. زي ما انتو شايفين اهي ادي معايا العلامة المائية بتاعتي اهي تمام ظهرت لي بالشكل ده هتبقى على جميع الفيديو بتاعي اهو هكبرها وصغرها وحطها في المكان اللي انا عايز احطها فيه عادي مافيش اي مشاكل زي ما انتم شايفين تمام هحدد المكان بتاعها دي اتبقى على جميع الفيديو وبعد كده يا شباب هاديها صحة تحت كده انا لو شغلت الفيديو بتاعي من البداية للنهاية اهو العلامة المائية هتفضل على جميع الفيديو دي اول حاجة انا بشرحها معكم يا شباب تمام تاني حاجة انت هتختار حجم الفيديو يعني انت هتعمله للتيك توك او هتعمله لليوتيوب او هتعمله للفيسبوك تمام هتختار التاني حاجة اللي هي اللوحة هتغط عليها تمام هروح لتنصيق هتغط عليها زي ما انتوا شايفين هنا حجم الفيديو انستجرام يوتيوب تيك توك فيسبوك تمام للي انت هتختاره. طبعا احنا بنختار يوتيوب بتاعنا لان اشغال على يوتيوب. كده انا عملت الجودة بتاعتي ليوتيوب. تمام يا شباب? هصغر دي على كد حجم الفيديو بتاعي. اهو. كده انا مسلا خلتها في الفيديو. انا عايز احطها في اي مكان مفيش اي مشاكل يا شباب. تمام? عايز احطها مسلا هنا. تمام? هحطها عادي بعد عن الفيديو بتاعي. او هحطها فوق. مفيش اي مشاكل دي العلامة المائية اللي كنت شرحتها في بداية الفيديو. تمام يا شباب? كده انا اه اعملت الفيديو بتاعي ليوتيوب. تمام? وعملت العلامة المائية. تمام? لو رحنا بعد كده هنشوف ميزات تاني مسلا انت عايز تخلي الخلفية بتاعتك بدل ما هي سودة? بدل ما هي سودة انت عايز تغير الخلفية. هتروح للوحة. وهتختار الخلفيات. عايز تخليها اللوجو الخاص بقناتك مفيش اي مشاكل. هنا عايز الوان تمام? هتختار اللون اللي انت عايزه مفيش اي مشاكل تمام يا شباب اهو كده الخلفية بتاعتنا باقت زرقة تمام هنطلع كده احنا شرحنا المستين الاولين اللي موجودين معنا في التطبيق اللي هي العلامة المائية واللوحة تمام ومقاس الفيديو تمام يا شباب هنا طبعا فيها عددات تاني ضبط وكده تمام انا مش بشتغل عليها انا بشتغل الحياة اللي انا يعني بستفاد منها بالفيديو انت لو عاستكتب نص في الفيديو هنا برضو لو عاستكتب نص على الفيديو بتاعك هتضغط كده تمام وهتختار النص تمام وهتكتب اللي انت عايز تكتبه مسلا تمام ودي هتختار مكانها مسلا هتخليها في اي مكان في الفيديو زي ما انت عايز هنا مسلا تمام وهتضغط علامة صح كده احنا ايه خلصنا عاستي خليها على مدار الفيديو ماشي عاستي خليها على مقدمة الفيديو ما فيش اي مشاكل تمام يا شباب هنطلع كده يا شباب وهنروح نبص على حاجة تانية عاستي تغير من الموسيقى بتاعت الفيديو او تغير من كلامك يعني مش عايز تطلع انت مسلا وعايز تحط موسيقى عايز تقص من الفيديو كده اه عايز تختار برضو الجودة وتعمل فلاتر على الفيديو كده يبقى انت يعني اه عايز اشرح لك بس بطريقة سريعة تمام علشان نتملش من الفيديو وكده انا شرحت لك التطبيق ده النسخة دي انا عسبها لك في وصف الفيديو بس ياريت كل الناس اللي ما اشتركتش في قناة نقطة التطوير تشترك في نقطة التطوير علشان خاضر قناة بتاعتنا دي احنا عايزين نكبرها تمام ونصعد بها ان شاء الله ونجيب مواضيع تستفاد منها الناس تمام بعد ما هتخلصوا زي كده هو طبعا اعدادات الفيديو ان كان قص او موسيقى او نص تمام او ملسق انت عايز ملسقات مثلا تحطها في على الفيديو بتاعك مثلا عايز تعمل لايك كده هو وتختار مكان وتحط له مثلا هنا اهو تمام علشان تحسن من مشاهدة الفيديو بتاعك تمام او مثلا تبعت هاي كده تمام انت اي حاجة انت عايزها مفيش اي مشاكل بعد ما بتخلار زي كده بتدي علامة صحة انه تمام عايز تخليها على الفيديو كله ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ماشي تمام انا بشارح لكم بس بعد الميزات لاني التطبيق سهل وبسيط افضل من كين مستر طيب انت لو عايز تحجيب حاجات او تعمل علامة مائية على الفيديو يعني انت مثلا عندك الفيديو بتاعك اه في حاجات مش عايزها تظهر زي مسلا اه دي هنختار دي مسلا هنروح لي في سيفيا اللي انتو شايفينها قدامكم دي واختارها تمام واختار اي خلفية زي دي مسلا علامة مائية تمام السلام عليكم ورحمة واروح جاي هنا هو مسلا زي ما انتو شايفين اهو اختار التلبيعة دي وقدر اتحكم فيها وراحتي مفيش اي مشاكل اي دهو تمام واحطار الحجم عصغر اكبر مفيش اي مشاكل اي مشاكل تمام وطبعا انا لما اضغط عليها بالشكل ده تمام عايز اخليها على كل الفيديو ماشي عايز تخلي عايز تخليها على بعض الفيديو مفيش اي مشاكل تمام يا شباب اهو اهو زي ماンツ شرحنا مع بعض التطبيق والتطبيق سهل وبسيط وبنسخة مش مدفوع نسخة مجانية فيه منه نسخة على الكمبيوتر تمام وفيه منه نسخة على الهاتف المحمولة دي النسخة الخاصة بالهاتف المحمولة لكل الناس اللي هي بتشتغل من الموبايل وكده يا شباب احنا خلصنا الموضوع بتاعنا عايز تعمل تصدير للفيديو تمام بتروح تبختار الجودة اللي انت عايزها زي ما انت شايف من فوق هنا تصدير هدوس تصدير هنا هيجيب لك الجودات تحت الفيديو الف وتمانين وسبعمائة وعشرين وربعمائة وثمانين طبعا احنا هنخضر اعلى جودة اللي هي الف وتمانين طبعا هتطول معاك في الوقت لمدة دقيقة مثلا في تحميل الفيديو هضغط تصدير وما طبعا هتمسك الموبايل بتاعك مش هتخرج منه ولا تروح لتطبيق تاني عشان خاطر التصدير ما يبقاش معاك تقيل طبعا كده هنبقى احنا بنصدر الفيديو هنا شغال بسرعة عليه لاني انت تمام اه فتح التطبيق او فتح الموبايل تمام وما فيش مخرجتش على موضوع تاني او تطبيق تاني فشغال معاك بسرعة لكن انت لو صدرت الفيديو وروحت الموضوع تاني تمام كده بالشكل ده انت بتعمل صعوب على التطبيق تمام يا شباب استنى طبعا ماشي معانا بسرعة عالية تمام على حسب برضو حجم الفيديو اللي انت عامله يعني ممكن الفيديو بتاعك انت يكون طويل مثلا عشرين ديها طبعا بياخد معاك وقت في التحميل لكن لو الموضوع بتاعك قصير مثلا زي اللي احنا بنشرح عليه كده انا حفظت الفيديو لو رحت للاستوديو بتاعي تمام وجبت الاستوديو بتاعي كده يا شباب هدي الاستوديو هلاقي الموضوع بتاعي اهو اللي انا كنت بشرح لكم عليه هضغط عليه بالشكل ده ولو ضغطت كده السلام عليكم ورحمة الله تمام كده يبقى انا عرفتكم كده انا عملت التطبيق وما فيش اي مشاكل وشراحة الميزات اللي فيه بكل سهولة ياريت كل الناس لو عجبها الفيديو بتاعنا او الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغط لينا لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم احلى شباب عامليني النهاردة بإذن الله في الموضوع الجديد على قناة نقطة التطوير جبت لكم افضل تطبيق للمنتاج لعام 2004 افضل تطبيق للمنتاج لعام 2004 بس ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد التطبيق ده يا شباب في منه نسختين نسخة على الكمبيوتر الحاسب الالي وفي منه نسخة جديدة نزلت تمام على الموبايل مش مدفوعة ولا اي شيء والنسخة دي شغالة مجانية لكل الناس تمام وما فيهاش اي مشاكل وطبعا النسخة سهلة وبسيطة لكل الناس بس ياريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد هروح يا شباب مع بعض نشرح التطبيق خطوة خطوة هنطلع كده تمام طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع التطبيق بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه تمام في منه نسخة للحاسب الالي هسيبها لكم وفي نسخة منه للهاتف المحمول تمام الموبايل وهيشتغل مع جميع الموبايلات هذي التطبيق بتاعنا اسمه فلمورا جو فلمورا جو طبعا في منه نسخة للحاسب الالي الكمبيوتر وفي منه نسخة للهاتف المحمولة طبعا هنضغط على التطبيق بالشكل انتو شايفينه كده طبعا هيجي لك التطبيق بالشكل ده باللغة العربية مافيش اي مشاكل طبعا هنضغط ابدأ مشروع جديد تمام طبعا يبدو ليك اللي انت هتختار اول حية مثلا المقدمة بتاعت الفيديو بتاعك وانا تختار الفيديو مثلا طبعا هتضغط كده اول واحدة كده اختار معانا واحد زي ما انتو شايفين لو انت اخترت بعد كده رقم اتنين الفيديو بتاعك هنضغط رقم اتنين معك اكتر من الفيديو عاس تختاره مافيش اي مشاكل لو اخترت مثلا الفيديو ده كده معك رقم ثلاثة بس احنا هنختار اتنين مثلا تمام يا شباب وهندوس التالي تمام ادي الفيديوهات بتاعتنا يجتلينا بالشكل ده تمام عندك الخنات اللي تحت دي هي اللي انت هتشتغل عليها وطبعا سهلة وبسيطة جدا سهلة وبسيطة جدا ومافيش اي مشاكل والنسخة مش مدفوعة تمام النسخة مجانية وكل المزات اللي انت عايزها ومحتاجها هتلاقيها موجودة معاك في التطبيق ده بصوا كده يا شباب لو سحبنا الشاشة بتاعتنا كده هول تحت يعني هي بص هتلاقيها شريط من تحت هتسحبها كده هتلاقي هنا اول حاجة علامة مائية تمام لو انت هتختار علامة مائية لنفسك تمام على الفيديو على اساس لما انت تنشر الفيديو على قناتك تمام تبقى علامة مائية سابتة على الفيديوهات بتاعتك ومحدش يقدر ياخد الفيديوهات بتاعتك وكده يبقى انت عامل علامة مائية لجميع الفيديوهات بتاعتك طبعا في كل فيديو تمام انت عايز تعمل الميزة دي ه هتعملها. تمام? طبعا هتجيب الصورة بتاعت القناة بتاعتك او العلامة بتاعت القناة بتاعتك. تمام? وهتختارها. لو دسنا علامة مائية كده هو. هنضغط عليها. طبعا انا هو. انا علامة المائية بتاعتي زي ما انتم شايفين انا مخصصها. تمام? اللي هي الخاصة بقناتي نقطة تطوير. تمام? هتغط علامة صح. يعني مثلا هاي اضغط عليها كده. وهضغط على العلامة دي. ااكد بس. انا ااكد. وهدي علامة صح. زي ما انتم شايفين اهي. ادي معي الاعلامة المائية بتاعتي اهي. تمام? ظهرت لي بالشكل ده. هتبقى على جميع الفيديو بتاعي اهو. هكبرها وصغرها. وحطها في المكان اللي انا عايز احطها فيه. عادي ما فيش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين. تمام? هحدد المكان بتاعها. دي هتبقى على جميع الفيديو. وبعد كده يا شباب هدديها صح تحت. كده انا لو شغلت الفيديو بتاعي من البداية للنهاية اهو العلامة المائية هتفضل على جميع الفيديو دي اول حاجة انا بشرحها معكم يا شباب تمام تاني حاجة انت هتختار حجم الفيديو يعني انت هتعمله للتيك توك او هتعمله للوتيوب او هتعمله للفيسبوك تمام هتختار التاني حاجة اللي هي اللوحة هتغط عليها تمام هروح لتنصيق هتغط عليها زي ما انتو شايفين هنا حجم الفيديو انستجرام يوتيوب تيك توك فيسبوك تمام للي انت هتختاره. طبعا احنا بنختار يوتيوب بتاعنا. لان نشغال على يوتيوب. كده انا عملت الجودة بتاعتي ليوتيوب. تمام يا شباب? هصغر دي على كد حجم الفيديو بتاعي. اهو. كده انا مسلا خلتها في الفيديو. انا عايز احطها في اي مكان مفيش اي مشاكل يا شباب. تمام? عايز احطها مسلا هنا. تمام? هحطها عادي بعيدة عن الفيديو بتاعي. او هحطها فوق. مفيش اي مشاكل. دي العلامة المائية اللي انا كنت شرحتها في بداية الفيديو. تمام يا شباب? كده انا اه اعملت الفيديو بتاعي ليوتيوب. تمام? وعملت العلامة المائية. تمام? لو رحنا بعد كده هنشوف ميزات تاني. مسلا انت عايز تخلي الخلفية بتاعتك بدل ما هي سودا. بدل ما هي سودا انت عايز تغير الخلفية. هتروح لللوحة. وهتختار الخلفيات. عايز تخليها اللوجو الخاص بقناتك. مفيش اي مشاكل. هنا عايز الوان. تمام? هتختار اللون اللي انت عايزه. مفيش اي مشاكل. تمام يا شباب? اهو. كده الخلفية بتاعتنا بقيت زرقة. تمام? هنطلع كده احنا شرحنا المستين الاولين اللي موجودين معنا في التطبيق اللي هي العلامة المائية واللوحة. تمام? ومقاس الفيديو. تمام يا شباب? هنا طبعا فيها اعدادات تاني ضبط وكده. تمام? انا مش بشتغل عليها. انا بشتغل الحياة اللي انا يعني بستفاد منها في الفيديو. انت لو عاستكتب نص في الفيديو هنا برضو. لو عاستكتب نص على الفيديو بتاعك. هتضغط كده. تمام? وهتختار النص. تمام? وهتكتب اللي انت عايز تكتبه مسلا. تمام? ودي هتختار مكانها مسلا هتخليها في اي مكان في الفيديو زي ما انت عايز هنا مسلا. تمام? وهتضغط على متصح. كده احنا ايه? خلصنا. عايز تخليها على مدار الفيديو ماشي. عايز تخليها على مقدمة الفيديو. ما فيش اي مشاكل. تمام يا شباب? هنطلع كده يا شباب. وهنروح نبص على حاجة تانية عايز تغير من الموسيقى بتاعت الفيديو او تغير من كلامك يعني مش عايز تطلع انت مسلا وعايز تحط موسيقى عايز تقص من الفيديو كده اه عايز تختار برضو الجودة وتعمل فلاتر على الفيديو كده ايب انت يعني اه عايز اشرح لك بس بطريقة سريعة تمام علشان نتملش من الفيديو وكده انا شرحت لك التطبيق ده النسخة دي انا اسابها لك في وصف الفيديو بس ياريت كل الناس اللي ما اشتركتش في قناة نقطة تطوير تشترك في نقطة تطوير علشان خاضر القناة بتاعتنا دي احنا عايزين نكبرها تمام ونصعد بها ان شاء الله ونجيب مواضيع تستفاد منها الناس تمام بعد ما هتخلصه زي كده هو طبعا اعدادات الفيديو ان كان قص او موسيقى او نص تمام او ملسق انت عايز ملسقات مسلا تحطها في الفيديو بتاعك مسلا عايز تعمل لايك كده هو وتختار مكان وتحط له مسلا انه هو تمام علشان تحسن من مشاهدة الفيديو بتاعك تمام او مسلا تبعت هاي كده تمام انت اي حاجة انت عايزها مفيش اي مشاكل بعد ما بتخطار زي كده بتدي علامة صحة انه تمام عايز تخليها على الفيديو كله ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ماشي تمام انا بشرح لكم بس بعض الميزات لاني التطبيق سهل وبسيط افضل من كين مصدر طيب انت لو عايز تحجب حاجات او تعمل علامة مائية على الفيديو يعني انت مسلا عندك الفيديو بتاعك اه في حاجات مش عايزة تظهر زي مثلا اه دي هنختار دي مثلا هنروح لي في سيفيا اللي انتو شايفينها قدامكم دي واختارها تمام واختار اي خلفية زي دي مثلا علامة مائية السلام عليكم ورحمة واروح جاي هنا مثلا زي ما انتو شايفين اهو اختار التلبيعة دي وقدر اتحكم فيها براحتي مفيش اي مشاكل اي ده اهو تمام واحطار الحجم عصغر اكبر مفيش اي مشاكل تمام وطبعا انا لما اضغطت عليها بالشكل ده تمام عايز اخليها على كل الفيديو ماشي عايز تخليها على بعض الفيديو مفيش اي مشاكل تمام يا شباب اهو اهو زي ما انتو شايفينه وبعد كده هطلع تمام هشوف اي شيء تاني معاه في الفيديو انا عايز اعدله هعدله عايز اعمل فلاثر عايز اعمل ملسق اه بالشكل انتو شايفينه كده احنا يا شباب شرحنا مع بعض التطبيق والتطبيق سهل وبسيط وبنسخة مش مدفوع نسخة مجانية في منه نسخة على الكمبيوتر تمام وفي منه نسخة على الهاتف المحمولة دي النسخة الخاصة بالهاتف المحمولة لكل الناس اللي هي بتشتغل من الموبايل وكده يا شباب احنا خلصنا الموضوع بتاعنا عايز تعمل تصدير للفيديو تمام بتروح دي مختار الجودة اللي انت عايزها زي ما انت شاكت من فوق هنا تصدير هدوس تصدير هنا هيجيب لك الجودات بتاعت الفيديو الف وتمانين وسبعمية وعشرين وربعمية وتمانين طبعا احنا هنختار اعلى الجودة اللي هي الف وتمانين طبعا هتطول معك في الوقت من المدة دقيقة مثلا في تحميل الفيديو هضغط تصدير وما طبعا هتمسك الموبايل بتاعك مش هتخرج منه ولا تروح للتطبيق تاني عشان خاطر التصدير ما يبقاش معاك تقيل طبعا كده هنبق احنا بنصدر الفيديو اهو هنا شغال بسرعة عليه لاني انت تمام اه فتح التطبيق او فتح الموبايل تمام وما فيش مخرجتش على موضوع تاني او تطبيق تاني فشغال معاك بسرعة لكن انت لو صدرت الفيديو وروحت الموضوع تاني تمام كده بالشكل ده انت بتعمل صعوبة على التطبيق تمام يا شباب استنى طبعا ماشي معانا بسرعة عالية تمام على حسب برضو حجم الفيديو اللي انت عامله يعني ممكن الفيديو بتاعك انت يكون طويل مثلا عشرين ديها طبعا بياخد معاك وقت في التحميل لكن لو الموضوع بتاعك قصير مثلا زي اللي احنا بنشرح عليه كده انا حفزت الفيديو لو رحت للاستوديو بتاعي تمام وجبت الاستوديو بتاعي كده يا شباب هادي الاستوديو هلاقي الموضوع بتاعي اهو اللي انا كنت بشرح لكم عليه هضغط عليه بالشكل ده ولو ضغطت كده السلام عليكم ورحمة الله تمام كده يبقى انا عرفتكم كده انا عملت التطبيق وما فيش اي مشاكل وشراحة الميزات اللي فيه بكل سهولة ياريت كل الناس لو عجبها الفيديو بتاعنا او الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغطينا لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم احلى شباب عامليني النهاردة بازن الله في الموضوع الجديد على قناة نقطة التطوير جبتلكم افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين افضل تطبيق للمنتاج لعام الفين اربعة وعشرين بس ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد التطبيق ده يا شباب فيه منه نسختين نسخة على الكمبيوتر الحاسب الالي وفيه منه نسخة جديدة نزلت تمام على الموبايل مش مدفوعة ولا اي شيء والنسخة دي شغالة مجانية لكل الناس تمام وما فيهاش اي مشاكل وطبعا النسخة سهلة وبسيطة لكل الناس بس ياريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد هروح يا شباب مع بعض نشرح التطبيق خطوة خطوة هنطلع كده تمام طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع التطبيق بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه تمام فيه منه نسخة للحاسب الالي هسيبها لكم وفيه نسخة منه للهاتف المحمول تمام الموبايل وهيشتغل مع جميع الموبايلات هذي التطبيق بتاعنا اسمه فلمورا جو فلمورا جو طبعا فيه منه نسخة للحاسب الالي الكمبيوتر وفيه منه نسخة للهاتف المحمولة طبعا هنضغط على التطبيق بالشكل اللي انتو شايفينه كده طبعا هيجي لك التطبيق بالشكل ده باللغة العربية مافيش اي مشاكل طبعا هنضغط ابدأ مشروع جديد تمام طبعا يبدو ليك اللي انت هتختار اول حاجة مثلا مقدمة بتاعت الفيديو بتاعك وانا تختار الفيديو مثلا طبعا هتضغط كده اول واحدة كده اختار معنا واحد زي مااتو شايفين لو انت اخترت بعد كده رقم اتنين الفيديو بتاعك هنضغط رقم اتنين معاك اكتر من الفيديو ع рассказывっていう مافيش اي مشاكل لو اخترت مثلا الفيديو ده كده معاك رقم ثلاثة بس احنا هنختار اتنين مثلا تمام يا شباب وهندوس التالي تمام ادي الفيديوهات بتاعتنا يجتلينا بالشكل ده تمام عندك الخنات اللي تحت دي هي اللي انت هتشتغل عليها وطبعا سهلة وبسيطة جدا سهلة وبسيطة جدا وما فيش اي مشاكل والنسخة مش مدفوعة تمام النسخة مجانية وكل المزات اللي انت عايزها ومحتاجها هتلاقيها موجودة معاك في التطبيق ده بصوا كده يا شباب لو سحبنا الشاشة بتاعتنا كده هول تحت يعني هيا بص هتلاقيها شريط من تحت هتسحبها كده هتلاقي هنا اول حاجة علامة مائية تمام لو انت هتسختار علامة مائية لنفسك تمام على الفيديو على اساس لما انت تنشر الفيديو على قناتك تمام تبقى علامة مائية سابتة على الفيديوهات بتاعتك ومحدش يقدر ياخد الفيديوهات بتاعتك وكده يبقى انت عامل علامة مائية لجميع الفيديوهات بتاعتك طبعا في كل فيديو تمام انت عايز تعمل الميزة دي هتعملها تمام طبعا هتجيب الصورة بتاعت القناة بتاعتك او العلامة بتاعت القناة بتاعتك تمام وهتختارها لو دوسنا علامة مائية كده هو هنضغط عليها طبعا انا هو انا علامة المائية بتاعتي زي ما انتم شايفين انا مخصصها تمام اللي هي الخاصة بقناتي نقطة تطوير تمام هضغط علامة صح يعني مثلا هاجي اضغط عليها كده واضغط على العلامة دي ااكد بس انا ااكد وهدي علامة صح زي ما انتم شايفين اهي ادي معايا العلامة المائية بتاعتي اهي تمام ظهرتلي بالشكل ده هتبقى على جميع الفيديو بتاعي اهو اكبرها وصغرها وحطها في المكان اللي انا عايز احطها فيه عادي مفيش اي مشاكل زي ما انتو شايفين تمام هحدد المكان بتاعها دي هتبقى على جميع الفيديو وبعد كده يا شباب هديها صح تحت كده انا لو شغلت الفيديو بتاعي من البداية للنهاية اهو العلامة المائية هتفضل على جميع الفيديو دي اول حاجة انا بشرحها معكم يا شباب تمام تاني حاجة انت هتختار حجم الفيديو يعني انت هتعمله للتيك توك او هتعمله لليوتيوب او هتعمله للفيسبوك تمام هتختار التاني حاجة اللي هي اللوحة هتغط عليها تمام هروح لتنصيق هتغط عليها زي ما انتو شايفين هنا حجم الفيديو انستجرام يوتيوب تيك توك فيسبوك تمام اللي انت هتختاره طبعا احنا بنختار يوتيوب بتاعنا لانا شغال على يوتيوب كده انا عملت الجودة بتاعتي ليوتيوب تمام يا شباب هصغر دي على كد حجم الفيديو بتاعي اهو كده انا مثلا خليتها في الفيديو انا عايز احطها في اي مكان مفيش اي مشاكل يا شباب تمام عايز احطها مثلا هنا تمام هحطها عادي بعيد عن الفيديو بتاعي او هحطها فوق مفيش اي مشاكل دي العلامة المائية اللي انا كنت شرحتها في بداية الفيديو تمام يا شباب كده انا اه عملت الفيديو بتاعي لليوتيوب تمام وعملت العلامة المائية تمام لو رحنا نجد خلفيات بشكل خلفية نجد خلفيات تجعلها الخلفيات نجد خلفيات خلفيات الخلفيات التطبيق اللي هي العلامة المائية واللوحة تمام ومقاس الفيديو تمام يا شباب هنا طبعا فيه اعدادات تاني ضبط وكده تمام انا مش بشتغل عليها انا بشتغل الحياة اللي انا يعني بستفاد منها بالفيديو انت لو عاستكتب نص في الفيديو هنا برضو لو عاستكتب نص على الفيديو بتاعك هتضغط كده تمام وهتختار النص تمام وهتكتب اللي انت عايز تكتبه مسلا تمام ودي هتختار مكانها مسلا هتخليها في اي مكان في الفيديو زي ما انت عايز هنا مثلا تمام وهتضغط علامة صح كده احنا ايه? خلصنا يعاز تخليها على مدار الفيديو ماشي ما فيش اي مشاكل تمام يا شباب هنطلع كده يا شباب وهنروح نبص على حي ايه تانية عاز تغير من الموسيقى بتاعت الفيديو او تغير من كلامك يعني مش عاز تطلع انت مثلا وعايز تحط موسيقى عايز تقص من الفيديو كده اا عايز تختار برضو One Love او تعمل فلاتر على الفيديو كده ايب انت يعني اه عايز اشرح لك بس بطريقة سريعة تمام علشان نتملش من الفيديو وكده انا شرحت لك التطبيق ده النسخة دي انا هسابها لك في وصف الفيديو بس ياريت كل الناس اللي ما اشتركتش في قناة نقطة تطوير تشترك في نقطة تطوير علشان خاضر القناة بتاعتنا دي احنا عايزين نكبرها تمام ونصعد بها ان شاء الله ونجيب مواضيع تستفاد منها الناس تمام بعد ما هتخلصه زي كده هو طبعا اعدادات الفيديو ان كان قص او موسيقى او نص تمام او ملسق انت عايز ملسقات مسلا تحطها في على الفيديو بتاعك مسلا عايز تعمل لايك كده هو وتختار مكان وتحط له مسلا هنا هو تمام علشان تحسن من مشاهدة الفيديو بتاعك تمام اه او مسلا تبعت هاي كده تمام انت اي حاجة انت عايزها مفيش اي مشاكل بعد ما بتختار زي كده بتدي علامة صح هنا هو تمام عايز تخليها الفيديو كله ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ماشي تمام انا بشرح لكم بس بعض الميزات لاني التطبيق سهل وبسيط افضل من كين مصدر طيب انت لو عايز تحجب حاجات او تعمل علامة مائية على الفيديو يعني انت مثلا عندك الفيديو بتاعك اه في حاجات مش عايزها تظهر زي مثلا اه دي هنختار دي مثلا هنروح لي في سيفيا اللي انتوا شايفينها قدامكم دي واخطارها تمام واخطار اي خلفية زي دي مثلا علامة مائية تمام واروح جاية هنا او مثلا زي ما انتوا شايفين اهو هاخطار التربيعة دي وقدر اتحكم فيها ورحتي مفيش اي مشاكل اي دة اهو تمام واحتر الحجم اصغل اكبر مفيش اي مشاكل تمام وطبعا انا لما اطغط عليها بالشكل ده تمام اعز اخليها على كل الفيديو ماشي عاز تخليها على بعض الفيديو مفيش اي مشاكل تمام يا شباب اهو اهو زي ما انتم شايفينه وبعد كده هطلع تمام هشوف اي شيء تاني معايا في الفيديو انا عايز اعدله هعدله عايز اعمل فلاتر عايز اعمل ملسق بالشكل انتو شايفينه كده احنا يا شباب شرحنا مع بعض التطبيق والتطبيق سهل و بسيط وبنسخة مش مدفوع نسخة مجانية في منه نسخة على الكمبيوتر تمام وفي منه نسخة على الهاتف المحمولة دي النسخة الخاصة بالهاتف المحمولة لكل الناس اللي هي بتشتغل من الموبايل وكده اي شباب احنا خلصنا الموضوع بتاعنا عايز تعمل تصدير للفيديو تمام بتروح تبختار الجودة اللي انت عايزها زي ما انت شايف من فوق هنا تصدير هدوس تصدير هنا هيجيب لك الجودات بتاعت الفيديو الف وتمانين وسبعمل وعشرين وربعمل وثمانين طبعا احنا هنختار اعلى جودة اللي هي الف وتمانين طبعا هتطول معاك في الوقت من المدة دقيقة مثلا في تحميل الفيديو هضغط تصدير وما طبعا هتمسك الموبايل بتاعك مش هتخرج منه ولا تروح لتطبيق تاني عشان خاطر التصدير ما يبقاش معاك تقيل طبعا كده هنبقى احنا بنصدر الفيديو هنا شغال بسرعة لاني انت تمام اه فتح التطبيق او فتح الموبايل تمام وما فيش مخرجتش على موضوع تاني او تطبيق تاني فشغال معاك بسرعة لكن انت لو صدرت الفيديو وروحت الموضوع تاني تمام كده بالشكل ده انت بتعمل صواب على التطبيق تمام يا شباب او استنى طبعا ماشي معانا بسرعة عالية تمام على حسب برضو حجم الفيديو اللي انت عامله يعني ممكن الفيديو بتاعك انت يكون طويل مسلا عشرين ديها طبعا بياخد معاك وقت في التحميل لكن لو الموضوع بتاعك قصير مسلا زي اللي احنا بنشرح عليه كده انا حافظت الفيديو لو رحت للاستوديو بتاعي تمام وجبت الاستوديو بتاعي كده يا شباب هدي الاستوديو هلاقي الموضوع بتاعي اهو اللي انا كنت باشرح لكم عليه هضغط عليه بالشكل ده ولو ضغطت كده السلام عليكم ورحمة الله تمام كده يبقى انا عرفتكم كده انا عملت التطبيق وما فيش اي مشاكل وشراحت الميزات اللي فيه بكل سهولة ياريت كل الناس لو عجبها الفيديو بتاعنا او الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغط لنا لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم احلى شباب عاملينين نهارده بازن الله في موضوع جديد على قناة نقطة التطوير جبت لكم افضل تطبيق للمنتاج لعام 2014 بس ياريت لو عيبكم الفيديو متنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد التطبيق ده يا شباب فيه منه نسختين نسخة على الكمبيوتر الحاسب الالي وفيه منه نسخة جديدة نزلت تمام على الموبايل مش مدفوعة ولا اي شيء والنسخة دي شغالة مجانية لكل الناس تمام وما فيهاش اي مشاكل وطبعا النسخة سهلة وبسيطة لكل الناس بس ياريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد. هنروح يا شباب مع بعض نشرح التطبيق خطوة خطوة. هنطلع كده. تمام? طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع التطبيق بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه. تمام? فيه منه نسخة للحاسب الالي هسيبها لكم. وفيه نسخة منه للهاتف المحمول. تمام الموبايل وهيشتغل مع جميع الموبايلات. ادي التطبيق بتاعنا اسمه فلامورا جو. فلامورا جو. طبعا فيه منه نسخة للحاسب الالي الكمبيوتر. وفيه منه نسخة للهاتف المحمولة. طبعا هنضغط على التطبيق بالشكل انتو شايفينه كده. طبعا هيجي لك التطبيق بالشكل ده باللغة العربية مافيش اي مشاكل. طبعا هنضغط ابدأ مشروع جديد. تمام? طبعا يبدو ليك اللي انت هتختار اول حاجة مثلا المقدمة بتاعت الفيديو بتاعك. وهنا هتختار الفيديو مثلا. طبعا هتضغط كده اول واحدة. كده اختار معانا واحد زي ما انتو شايفين. لو انت اخترت بعد كده رقم اتنين الفيديو بتاعك. هنضغط رقم اتنين. معك اكتر من الفيديو عاز تختاره مافيش اي مشاكل. لو اخترت مسلا الفيديو ده كده معاك رقم تلاتة. بس احنا هنختار اتنين مسلا. تمام يا شباب? وهندوس التالي. تمام? ادي الفيديوهات بتاعتنا يجيطلين بالشكل ده. تمام? عندك الخنات اللي تحت دي هي اللي انت هتشتغل عليها. وطبعا سهلة وبسيطة جدا سهلة وبسيطة جدا. وما فيش اي مشاكل والنسخة مش مدفوعة. تمام? النسخة مجانية. وكل الميزات اللي انت عايزها ومحتاجها هتلاقيها موجودة معاك في التطبيق ده. بصوا كده يا شباب. لو سحبنا الشاشة بتاعتنا كدهول تحت. يعني هي بص هتلاقيها شريط من تحت. هتسحبها كدهو. تمام? هتلاقي هنا اول حاجة علامة مائية. تمام? لو انت هتسختار علامة مائية لنفسك. تمام? على الاساس لما انت تنشر الفيديو على قناتك. تمام? تبقى علامة مائية سابتة على الفيديوهات بتاعتك. وما حد شيء قدر ياخد الفيديوهات بتاعتك. وكده يبقى انت عامل علامة مائية لجميع الفيديوهات بتاعتك. طبعا في كل فيديو. تمام? اه انت عايز تعمل الميزة دي هتعملها. تمام? طبعا هتجيب الصورة بتاعت القناة بتاعتك او العلامة بتاعت القناة بتاعتك. تمام? وهتختارها. لو دسنا علامة مائية كدهو. هنضغط عليها. طبعا انا اهو. انا علامة المائية بتاعتي زي ما انتم شايفين انا مخصصها. تمام? اللي هي الخاصة بقناتي نقطة تطوير. تمام? هضغط علامة صح. يعني مثلا هاجي اضغط عليها كده. واضغط على العلامة دي. ااكد بس. انا ااكد. وهدي علامة صح. زي ما انتم شايفين اهي. ادي معايا العلامة المائية بتاعتي اهي. تمام? ظهرت لي بالشكل ده. هتبقى على جميع الفيديو بتاعي اهو. اكبرها وصغرها. وحطها في المكان اللي انا عايز احطها فيه. عادي ما فيش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين. تمام? هحدد المكان بتاعها. دي اتبقى على جميع الفيديو. وبعد كده يا شباب هديها صح تحت. كده انا لو شغلت الفيديو بتاعي من البداية للنهاية اهو. العلامة المائية هتفضل على جميع الفيديو. دي اول حاجة انا بشرحها معكم يا شباب. تمام? تانية حاجة انت هتختار حجم الفيديو. يعني انت هتعمله للتيك توك او هتعمله لليوتيوب او هتعمله للفيسبوك. تمام? هتختار. التانية حاجة اللي هي اللوحة. هتغط عليها. تمام? هروح لتنصيق. هتغط عليها. زي ما انتم شايفين هنا حجم الفيديو. انستجرام. يوتيوب. تيك توك. فيسبوك. تمام? للي انت هتختاره. طبعا احنا بنختار يوتيوب بتاعنا. لان اشغال على اليوتيوب. كده انا عملت الجودة بتاعتي لوتيوب. تمام يا شباب? هصغر دي على كد حجم الفيديو بتاعي. اهو. كده انا مسلا خدته في الفيديو. انا عايز ا yachtها في اي مكان. مفيش اي مشاكل يا شباب. تمام? عايز احطها مسلا هنا. تمام? هحطها عادي بعد عن الفيديو بتاعي? او هحطها فوق. مفيش اي مشاكل دي العلامة المئية اللي انا كنت شرحتها في بداية الفيديو. تمام يا شباب? كده انا انا اعملت الفيديو بتاع اليوتيوب تمام وعملت العلامة المائية تمام? لو رحنا بعد كده هنشوف ميزات تاني مسلا انت عايز تخلي الخلفية بتاعتك بدل ما هي سودة بدل ما هي سودة انت عايز تغير خلفية هتروح للوحة و هتختار الخلفيات عايز تخليها اللوجو الخاص بقناتك مفيش اي مشاكل هنا عايز الوان تمام? هتختار اللون اللي انت عايزه مفيش اي مشاكل تمام يا شباب اه. كده الخلفية بتاعتنا بقية زرقة تمام هنطلع كده احنا شرحنا المستين الاولين اللي موجودين معنا في التطبيق اللي هي العلامة المائية واللوحة تمام ومقاس الفيديو تمام يا شباب هنا طبعا فيها عددات تاني ضبط وكده تمام انا مش بشتغل عليها انا بشتغل الحياة اللي انا يعني باستفاد منها في الفيديو انت لو عاستكتب نص في الفيديو هنا برضو لو عاستكتب نص على الفيديو بتاعك هتضغط كده تمام هتختار النص تمام وهتكتب اللي انت عايز تكتبه مثلا تمام ودي هتختار مكانها مثلا هتخليها في اي مكان في الفيديو زي ما انت عايز هنا مثلا تمام وهتضغط علامة صح كده احنا ايه خلصنا عايز تخليها على مدار الفيديو ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ما فيش اي مشاكل تمام يا شباب هنطلع كده يا شباب وهنروح نبص على حاجة تانية عايز تغير من الموسيقى بتاعت الفيديو او تغير من كلامك يعني مش عايز تطلع انت مثلا وعايز تحط الموسيقى عايز تقص من الفيديو كد عايز تختار برضو الجودة وتعمل فلاتر على الفيديو كده يبقى انت يعني عايز اشرح لك بس بطريقة سريعة تمام علشان نتملش من الفيديو وكده انا شرحت لك التطبيق ده النسخة دي انا هسابها لك في وصف الفيديو بس ياريت كل الناس اللي ما اشتركتش في قناة نقطة تطوير تشترك في نقطة تطوير علشان خاضر القناة بتاعتنا دي احنا عايزين نكبرها تمام ونصعد بها ان شاء الله ونجيب مواضيع تستفاد منها الناس تمام بعد ما هتخلصه زي كده طبعا اعدادات الفيديو ان كان قص او موسيقى او نص تمام او ملصق انت عايز ملصقات مثلا انت حطها على الفيديو بتاعك مثلا عايز تعمل لايك كده وتخطر مكان وتحطه مثلا انه تمام علشان تحسن من مشاهدة الفيديو بتاعك تمام او مثلا انت تبعت هاي كده تمام انت اي حاجة انت عايزها مفيش اي مشاكل بعد ما بتخطر زي كده بتدي علامة صح هنا هو تمام عايز تخليها على الفيديو كله ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ماشي تمام انا بشرح لكم بس بعض الميزات لاني التطبيق سهل وبسيط افضل من كين مستر طيب انت لو عايز تحجيب حاجات او تعمل علامة مائية على الفيديو يعني انت مثلا عندك الفيديو بتاعك اه في حاجات مش عايزها تظهر زي مثلا اه دي هنختار دي مثلا هنروح لي في سيفيا اللي انتوا شايفينها قدامكم دي واختارها تمام واختار اي خلفية زي دي مثلا علامة مائية وروح جاي هنا هو مثلا زي ما انتوا شايفين اهو اختار التلبيعة دي وقدر اتحكم فيها ورحتي مفيش اي مشاكل اهو تمام واحطار الحجم عصغر اكبر مفيش اي مشاكل تمام وطبعا انا لما اضغط عليها بالشكل ده تمام عايز تخليها على كل الفيديو ماشي عايز تخليها على بعض الفيديو مفيش اي مشاكل تمام يا شباب اهو اهو زي ما انتوا بالشكل انتوا شايفينه وبعد كده هطلع تمام هشوف اي شيء تاني معايا في الفيديو انا عايز اعدله هعدله عايز اعمل فلاتر عايز اعمل ملسق بالشكل انتوا شايفينه كده يبقى احنا يا شباب شرحنا مع بعض التطبيق والتطبيق سهل و بسيط وبنسخة مش مدفوع نسخة مجانية فيه منه نسخة على الكمبيوتر تمام وفيه منه نسخة على الهاتف المحمولة دي النسخة الخاصة بالهاتف المحمولة لكل الناس اللي هي بتشتغل من الموبايل وكده يا شباب احنا خلصنا الموضوع بتاعنا عايز تعمل تصدير للفيديو تمام بتروح تبختار الجودة اللي انت عايزها زي ما انت شايف من قوة هنا تصدير هدوس تصدير هنا هيجيب لك الجودات بتاعت الفيديو الف وتمانين وسبعمائة وعشرين وربعمائة وثمانين طبعا احنا هنختار اعلى الجودة اللي هي الف وتمانين طبعا هتطول معاك في الوقت لمدة دقيقة مثلا في تحميل الفيديو هضغط تصدير وما طبعا هتمسك الموبايل بتاعك مش هتخرج منه ولا تروح لتطبيق تاني عشان خاطر التصدير ما يبقاش معاك تقيل طبعا كده هنبقى احنا بنصدر الفيديو هنا شغال بسرعة ليه لاني انت تمام فتح التطبيق او فتح الموبايل تمام وما فيش مخرجتش على موضوع تاني او تطبيق تاني فشغال معاك بسرعة لكن انت لو صدرت الفيديو وروحت الموضوع تاني تمام كده بالشكل ده انت بتعمل صواب على التطبيق تمام يا شباب استنى طبعا ماشي معانا بسرعة عالية تمام على حسب برضو حجم الفيديو اللي انت عامله يعني ممكن الفيديو بتاعك انت يكون طويل مثلا عشرين ديها طبعا بياخد معاك وقت في التحميل لكن لو الموضوع بتاعك قصير مثلا زي اللي احنا بنشرح عليه كده انا حفظت الفيديو لو رحت للستوديو بتاعي تمام وجبت للستوديو بتاعي كده يا شباب هده للستوديو هلاقي الموضوع بتاعي اهو اللي انا كنت باش رحلكم عليه هضغط عليه بالشكل ده ولو ضغطت كده السلام عليكم ورحمة الله تمام كده يبقى انا عرفتكم كده انا عملت التطبيق وما فيش اي مشاكل وش رحت الميزات اللي فيه بكل سهولة ياريت كل الناس لو عجبها الفيديو بتاعنا او الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغط لنا لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم احنا شباب عامليني النهاردة بازن الله في موضوع جديد على قناة نقطة التطوير جبت لكم افضل تطبيق للمنتاج لعام 2024 افضل تطبيق للمنتاج لعام 2024 بس ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد التطبيق ده يا شباب فيه منه نسختين نسخة على الكمبيوتر الحاسب الالي وفيه منه نسخة جديدة نزلت تمام على الموبايل مش مدفوعة ولا اي شيء والنسخة دي شغالة مجانية لكل الناس تمام وما فيهاش اي مشاكل وطبعا النسخة سهلة وبسيطة لكل الناس بس ياريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة التطوير علشان قاطر يوصلك كل جديد هروح يا شباب مع بعض نشرح التطبيق خطوة خطوة هنطلع كده تمام طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع التطبيق بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه تمام فيه منه نسخة للحاسب الالي هسيبها لكم وفيه نسخة منه للهاتف المحمول وتمام الموبايل وهيشتغل مع جميع الموبايلات هذي التطبيق بتاعنا اسمه فلامورا جو طبعا فيه منه نسخة للحاسب الالي الكمبيوتر وفيه منه النسخة للهاتف المحمولة طبعا هنضغط على التطبيق بالشكل انتو شايفينه كده طبعا هيجي لك التطبيق بالشكل ده باللغة العربية مفيش اي مشاكل طبعا هنضغط ابدأ مشروع جديد تمام طبعا يبدو ليك اللي انت هتختار اول حية مثلا المقدمة بتاعت الفيديو بتاعك وانا تختار الفيديو مثلا طبعا هتضغط كده اول واحدة كده اختار معانا واحد زي ما انتو شايفين لو انت اخترت بعد كده رقم اثنين الفيديو بتاعك هنضغط رقم اثنين معك اكتر من فيديو عاس تختار وما فيش اي مشاكل لو اخترت مثلا الفيديو ده كده معاك رقم ثلاثة بس احنا هنختار اثنين مثلا تمام يا شباب هندوس التالي تمام ادي الفيديوهات بتاعتنا يجيطلنا بالشكل ده تمام عندك الخنات اللي تحت دي هي اللي انت هتشتغل عليها وطبعا سهلة وبسيطة جدا سهلة وبسيطة جدا وما فيش اي مشاكل والنسخة مش مدفوعة تمام النسخة مجانية وكل المزات اللي انت عايزها ومحتاجها هتلاقيها موجودة معاك في التطبيق ده بصوا كده يا شباب لو سحبنا الشاشة بتاعتنا كدهول تحت يعني هي بص هتلاقيها شريط من تحت هتسحبها كده هتلاقي هنا اول حاجة علامة مائية تمام لو انت هتسختار علامة مائية لنفسك تمام على الفيديو على الاساس لما انت تنشر الفيديو على قناتك تمام تبقى علامة مائية سابتة على الفيديوهات بتاعتك وما حدش يقدر ياخد الفيديوهات بتاعتك وكده يبقى انت عامل علامة مائية لجميع الفيديوهات بتاعتك طبعا في كل فيديو تمام اه انت عايز تعمل الميزة دي هتعملها تمام طبعا هتجيب الصورة بتاعت القناة او العلامة بتاعتك تمام وهتختارها لو دوسنا علامة مائية كده هو هنضغط عليها طبعا انا هو انا علامة المائية بتاعتي زي ما انتم شايفين انا مخصصها تمام اللي هي الخاصة بقناتي نقطة التطوير تمام هتغط علامة صح يعني مثلا هاي اضغط عليها كده واضغط على العلامة دي ااكد بس انا ااكد وادي علامة صح زي ما انتم شايفين اهي ادي معايا الاعلامة المائية بتاعتي اهي تمام ظهرتلي بالشكل ده هتبقى على جميع الفيديو بتاعه اهو هكبرها وصغرها وحطها في المكان اللي انا عايزة حطها فيه عادي مفيش اي مشاكل زي ما انتم شايفين تمام هحدد المكان بتاعها دي هتبقى على جميع الفيديو وبعد كده يا شباب هديها صح تحت كده انا لو اشغلت الفيديو بتاعي من البداية للنهاية اهو الاعلامة المائية هتفضل على جميع الفيديو دي اول حاجة انا بشرحها معكم يا شباب تمام تاني حاجة انت هتختار حجم الفيديو يعني انت هتعمله للتيك توك او هتعمله اليوتيوب او هتعمله للفيسبوك تمام هتختار تاني حاجة اللي هي اللوح هتغط عليها تمام هروح لتنصيق هتغط عليها زي ما انتو شايفين هنا حجم الفيديو انستجرام يوتيوب تيك توك فيسبوك تمام اللي انت هتختاره طبعا احنا بنختار يوتيوب بتاعنا لانا شغال على اليوتيوب كده انا عملت الجودة بتاعتي ليوتيوب تمام يا شباب. هصغر دي على كد حجم الفيديو بتاعي. اهو. كده انا مسلا خلتها في الفيديو. انا عايز احطها في اي مكان ما فيش اي مشاكل يا شباب. تمام? عايز احطها مسلا هنا. تمام? هحطها عادي بعيد عن الفيديو بتاعي. او هحطها فوق. ما فيش اي مشاكل دي العلامة المائية اللي انا كنت شرحتها في بداية الفيديو. تمام يا شباب? كده انا اه عملت الفيديو بتاعي لليتيوب. تمام? وعملت العلامة المائية لو رحنا بعد كده هنشوف ميزات تاني مثلا أنت عايز تخلي الخلفية بتاعتك بدل ما هي سودة بدل ما هي سودة هتروح للون وهتختار المسكين الأولين الي موجودين معنا في التطبيق اللي هي العلامة المائية واللوحة وما اس الفيديو. تمام يا شباب. هنا طبعا في عددات ثاني ضبط. تمام. انا مش بشتغل عليها. بشتغل الحياة اللي انا يعني بستفاد منها بالفيديو. انت لو قاعد تكتب نص في الفيديو هنا برضو. لو قاعد تكتب نص على الفيديو بتاعك. هتضغط كده. تمام? هاتختار النص. تمام? وهتكتب اللي انت عايز تكتبه مثلا تمام ودي هتختار مكانها مثلا هتخليها في اي مكان في الفيديو زي ما انت عايز هنا مثلا تمام وهتضغط علامة صح كده احنا ايه خلصنا عايز تخليها على مدار الفيديو ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ما فيش اي مشاكل تمام يا شباب هنطلع كده يا شباب وهنروح نبص على حاجة تانية عايز تغير من الموسيقى بتاعت الفيديو او تغير من كلامك يعني مش عايز تطلع انت مثلا وعايز تحط موسيقى عايز تقص من الفيديو كده عايز تختار برضو الجودة وتعمل فلاتر على الفيديو كده يبقى انت يعني عايز اشرح لك بس بطريقة سريعة تمام علشان نتملش من الفيديو وكده انا شرحت لك التطبيق ده النسخة دي انا اسابها لك في وصف الفيديو بس ياريت كل الناس اللي ما اشتركتش في قناة نقطة التطوير تشترك في نقطة التطوير علشان خاضر القناة بتاعتنا دي احنا عايزين نكبرها تمام ونصعد بها ان شاء الله ونجيب مواضيع تستفاد منها الناس تمام بعد ما هتخلصه زي كده هو طبعا اعدادات الفيديو ان كان قص او موسيقى او نص تمام او ملسق انت عايز ملسقات مثلا تحطها على الفيديو بتاعك مثلا عايز تعمل لايك كده هو وتختار مكان وتحطه مثلا انه هو تمام علشان تحسن من مشاهدة الفيديو بتاعك تمام او مثلا تبعت هاي كده تمام انت اي حاجة انت عايزها ما فيش اي مشاكل بعد ما بتختار زي كده بتدي علامة صح هنا هو تمام عايز تخليها على الفيديو كله ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ماشي تمام انا بشارح لكم بس بعد الميزات لاني التطبيق سهل وبسيط افضل من كين مستر طيب انت لو عايز تحجيب حاجات او تعمل علامة مائية على الفيديو يعني انت مسلا عندك الفيديو بتاعك في حاجات مش عايزها تظهر زي مثلا دي هنختار دي مثلا هنروح لي في سيفيا اللي انتو شايفين هو دمكم دي واختارها تمام واختار اي خلفية زي دي مثلا علامة مائية تمام السلام عليكم ورحمة واروح جاي هنا هو مثلا زي ما انتو شايفين اهو هاختار التلبيعة دي وقدر اتحكم فيها براحتي ما فيش اي مشاكل اذا هو تمام واحطار الحجم على صغر اكبر ما فيش اي مشاكل تمام وطبعا انا لما ضغط عليها بالشكل ده تمام عازで خليها على كل الفيديو مافيش اي مشاكل. تمام يا شباب اهو اهو زي ما انتو بالشكل انتو شايفينو وبعد كده هطلع. تمام. هشوف اي شيء تاني معايا في الفيديو انا عايزه اعدله عاز اعمل دليا عايز اعمل الملسق بالشكل انتو شايفينو. احنا يا شباب شرحنا مع بعض التطبيق والتطبيق سهل و بسيط وبنسخة مش مدفوع نسخة مجانية في منه نسخة على الكمبيوتر تمام وفي منه نسخة على الهاتف المحمولة دي النسخة الخاصة بالهاتف المحمولة لكل الناس اللي هي بتشتغل من الموبايل وكده يا شباب احنا خلصنا الموضوع بتاعنا عايز تعمل تصدير للفيديو تمام بتروح تختار الجودة اللي انت عايزها زي ما انت شاكت من فوقنا تصدير هدوس تصدير هنا هيجيب لك الجودات بتاعت الفيديو 1080 و 720 و 480 طبعا احنا هنخضر اعلى جودة اللي هي 1080 طبعا هتطول معك في الوقت من المدة دقيقة مثلا في تحميل الفيديو هضغط تصدير وما طبعا هتمسك الموبايل بتاعك مش هتخرج منه ولا تروح لتطبيق تاني عشان خاطر التصدير ما يبقاش معاك تقيل طبعا كده هنبقى احنا بنصدر الفيديو هنا شغال بسرعة عليه لاني انت تمام فتح التطبيق او فتح الموبايل تمام وما فيش مخرجتش على موضوع تاني او تطبيق تاني فشغال معاك بسرعة لكن انت لو صدرت الفيديو وروحت الموضوع تاني تمام كده بالشكل ده انت بتعمل صواب على التطبيق تمام يا شباب استنى طبعا ماشي معانا بسرعة عالية تمام على حسب برضو حجم الفيديو اللي انت عامله يعني ممكن الفيديو بتاعك انت يكون طويل مثلا 20 ديها طبعا بياخد معاك وقت في التحميل لكن لو الموضوع بتاعك قصير مثلا زي اللي احنا بنشرح عليه كده انا حفظت الفيديو لو رحت للستوديو بتاعي تمام وجبت للستوديو بتاعي كده يا شباب هدي للستوديو هلاقي الموضوع بتاعي اهو اللي انا كنت بشرح لكم عليه هضغط عليه بالشكل ده ولو ضغطت كده السلام عليكم ورحمة الله تمام كده يبقى انا عرفتكم كده انا عملت التطبيق وما فيش اي مشاكل وش راحت الميزات اللي فيه بكل سهولة ياريت كل الناس لو عجبها الفيديو بتاعنا او الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغط لنا لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او زيكم احلى شباب عاملينين نهارده باذن الله في موضوع جديد على قناة نقطة التطوير جبتلكم افضل تطبيق للمنتاج لعام 2024 افضل تطبيق للمنتاج لعام 2024 بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد التطبيق ده يا شباب فيه منه نسختين نسخة على الكمبيوتر الحاسب الالي وفيه منه نسخة جديدة نزلت تمام على الموبايل مش مدفوعة ولا اي شيء والنسخة دي شغالة مجانية لكل الناس تمام وما فيهاش اي مشاكل وطبعا النسخة سهلة وبسيطة لكل الناس بس يا ريت تضغط لايك للفيديو وتشترك في قناة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد هروح يا شباب مع بعض نشرح التطبيق خطوة خطوة هنطلع كده تمام طبعا هسيب لكم اللينك بتاع التطبيق بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه تمام فيه منه نسخة للحاسب الالي هسيبها لكم وفيه نسخة منه للهاتف المحمول تمام الموبايل وهيشتغل مع جميع الموبايلات هدي التطبيق بتاعنا اسمه فلامورا يو فلامورا جو طبعا فيه منه نسخة للحاسب الالي الكمبيوتر وفيه منه نسخة للهاتف المحمولة طبعا هنضغط على التطبيق بالشكل انتو شايفين وكده. طبعا هيجي لك التطبيق بالشكل ده باللغة العربية ما فيش اي مشاكل. طبعا هنضغط ابدأ مشروع جديد. تمام? طبعا يبدو ليك اللي انت هتختار اول حاجة مسلا المقدمة بتاعت الفيديو بتاعك. وهنا تختار الفيديو مسلا. طبعا هتضغط كده اول واحدة. كده اختار معانا واحد زي ما انتو شايفين. لو انت اخترت بعد كده رقم اتنين الفيديو بتاعك. هنضغط رقم اتنين. معك اكتر من الفيديو عاست اختاره وما فيش اي مشاكل. لو اخترت مثلا الفيديو ده كده معك رقم ثلاثة. بس احنا هنختار اتنين مثلا. تمام يا شباب? وهندوس التالي. تمام? ادي الفيديوهات بتاعتنا يجيطلينا بالشكل ده. تمام? عندك الخنات اللي تحت دي هي اللي انت هتشتغل عليها. وطبعا سهلة وبسيطة جدا. سهلة وبسيطة جدا. وما فيش اي مشاكل والنسخة مش مدفوعة. تمام? النسخة مجانية. وكل الميزات اللي انت عايزها ومحتاجها. هتلاقيها موجودة معك في التطبيق ده. بصوا كده يا شباب. لو سحبنا الشاشة بتاعتنا كده هول تحت. يعني هي بص هتلاقيها شريط من تحت. هتسحبها كده هو. تمام? هتلاقي هنا اول حاجة علامة مائية. تمام? لو انت هتسختار علامة مائية لنفسك. تمام على الفيديو. على الاساس لما انت تنشر الفيديو على قناتك. تمام? تبقى علامة مائية سابتة على الفيديوهات بتاعتك. وما حد شي قدر ياخد الفيديوهات بتاعتك. وكده يبقى انت عامل علامة مائية لجميع الفيديوهات بتاعتك. طبعا في كل فيديو. تمام? اه انت عايز تعمل الميزة دي هتعملها. تمام? طبعا هتجيب الصورة بتاعت القناة بتاعتك او العلامة بتاعت القناة بتاعتك. تمام? وهتختارها. لو دسنا علامة مائية كده هو. هنضغط عليها. طبعا انا هو. انا علامة المائية بتاعتي زي ما انتم شايفينها انا مخصصها تمام اللي هي الخاصة بقناتي نقطة تطوير تمام هضغط علامة صح يعني مثلا هاجي اضغط علي كده واضغط على العلامة دي ااكد بس انا ااكد وهدي علامة صح زي ما انتو شايفين اهي ادي معايا العلامة المائية بتاعتي اهي تمام زهرت لي بالشكل ده هتبقى على جميع الفيديو بتاعي اهو هكبرها او صغرها وحطها في المكان اللي انا عايز احطها فيه عادي مفيش اي مشاكل زي ما انتو شايفين تمام هحدد المكان بتاعها دي اتبقى على جميع الفيديو وبعد كده يا شباب هديها صح تحت كده انا لو شغلت الفيديو بتاعي من البداية للنهاية اهو العلامة المائية هتفضل على جميع الفيديو دي اول حاجة انا بشرحها معاكم يا شباب تمام تاني حاجة انت هتختار حجم الفيديو يعني انت هتعملو للتيك توك او هتعملو اليوتيوب او هتعملو للفيسبوك تمام هتختار التاني حاجة اللي هي اللوحة هدغط عليها تمام هروح لتنصيق هدغط عليها زي ما انتو شايفين هنا حجم الفيديو انستجرام يوتيوب تيك توك فيسبوك تمام للي انت هتختاره طبعا احنا بنختار يوتيوب بتاعنا لانا شغال على اليوتيوب كده انا عملت الجودة بتاعتي ليوتيوب تمام يا شباب هصغر دي على كد حجم الفيديو بتاعي اهو كده انا مثلا خلتها في الفيديو انا عايز احطها في اي مكان مفيش اي مشاكل يا شباب تمام عايز احطها مثلا هنا تمام هحطها عادي بعيدا عن الفيديو بتاعي او هحطها فوق مفيش اي مشاكل دي العلامة المائية اللي انا كنت شرحتها في بداية الفيديو تمام يا شباب كده انا اعملت الفيديو بتاع اليوتيوب تمام وعملت العلامة المائية تمام لو رحنا بعد كده هنشوف ميزات تاني مثلا انت عايز تخلي الخلفية بتاعتي بدل ما هي سودة. بدل ما هي سودة انت عايز تغير الخلفية. هتروح لللوحة وهتختار الخلفيات. عايز تخليها اللوجو الخاص بقناتك. مفيش اي مشاكل. هنا عايز الوان. تمام? هتختار اللون اللي انت عايزه. مفيش اي مشاكل. تمام يا شباب? اه. كده الخلفية بتاعتنا باقي زرقة. تمام? هنطلع كده احنا شرحنا المستين الاولين اللي موجودين معنا في التطبيق اللي هي العلامة المائية واللوحة. تمام؟ وهما أس الفيديو. تمام يا شباب؟ هنا طبعا فيها دادات ثانية ضبط.و كده. تمام؟ انا مش بشتغل عليها. انا بشتغل الحياة اللي انا يعني اا باستفاد منها في الفيديو. انت لو عاستكتب نص في الفيديو. هنا برضو. لو عاستكتب نص على الفيديو بتاعك. هتضغط كده. تمام? وهتختار النص. تمام? وهتكتب اللي انت عايز تكتبه مثلا تمام ودي هتختار مكانها مثلا هتخليها في اي مكان في الفيديو زي ما انت عايز هنا مثلا تمام وهتضغط علامة صح كده احنا ايه خلصنا عايز تخليها على مدار الفيديو ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ما فيش اي مشاكل تمام يا شباب هنطلع كده يا شباب وهنروح نبص على حاجة تانية عايز تغير من الموسيقى بتاعت الفيديو او تغير من كلامك يعني مش عايز تطلع انت مثلا وعايز حط موسيقى عايز تقص من الفيديو كده اه عايز تختار برضو الجودة وتعمل فلاتر على الفيديو كده يبقى انت يعني اه عايز اشرح لك بس بطريقة سريعة تمام علشان نتملش من الفيديو وكده انا شرحت لك التطبيق ده النسخة دي انا عسبها لك في وصف الفيديو بس يا ريت كل الناس اللي ما اشتركتش في قناة نقطة تطوير تشترك في نقطة تطوير علشان خاضر القناة بتاعتنا دي احنا عايزين نكبرها تمام ونصعد بها ان شاء الله ونجيب مواضيع تستفاد منها الناس تمام بعد ما هتخلصه زي كده هو طبعا اعدادات الفيديو ان كان قص او موسيقى او نص تمام او ملسق انت عايز ملسقات مثلا تحطها في على الفيديو بتاعك مثلا عايز تعمل لايك كده هو وتختار مكانه وتحط له مثلا انه هو تمام علشان تحسن من مشاهدة الفيديو بتاعك تمام او مثلا تبعت هاي كده تمام انت اي حاجة انت عايزها ما فيش اي مشاكل بعد ما بتختار زي كده بتدي علامة صحة انه هو تمام عايز تخليها على الفيديو كله ماشي عايز تخليها على مقدمة الفيديو ماشي تمام انا بشارح لكم بس بعد الميزات لاني التطبيق سهل وبسيط افضل من كين مصدر طيب انت لو عايز تحجيب حاجات او تعمل علامة مائية على الفيديو يعني انت مثلا عندك الفيديو بتاعك اه في حاجات مش عايزها تظهر زي مثلا اه دي هنختار دي مثلا هنروح لي في سيفيا اللي انتوا شايفين اه قدامكم دي واختارها تمام واختار اي خلفية زي دي مثلا علامة مائية السلام عليكم ورحمة واروح جاي هنا اهو مثلا زي ما انتوا شايفين اهو اختار التلبيعة دي وقدر اتحكم فيها وراحتي مفيش اي مشاكل اي دهو تمام واحطار الحجم عصغر اكبر مفيش اي مشاكل تمام وطبعا انا لما تغطي عليها بالشكل ده تمام عايز تخليها على كل الفيديو ماشي عايز تخليها على بعض الفيديو مفيش اي مشاكل تمام يا شباب اهو اهو زي ما انتم بالشكل انتم شايفينه وبعد كده هطلع تمام هشوف اي شيء تاني معاه في الفيديو انا عايز اعدله هعدله عايز اعمل فلاتر عايز اعمل ملسق اه بالشكل انتم شايفينه كده احنا يا شباب شرحنا مع بعض التطبيق والتطبيق سهل و بسيط وبنسخة مش مدفوع نسخة مجانية في منه نسخة على الكمبيوتر تمام وفي منه نسخة على الهاتف المحمولة دي النسخة الخاصة بالهاتف المحمولة لكل الناس اللي هي بتشتغل من الموبايل وكده يا شباب احنا خلصنا الموضوع بتاعنا عايز تعمل تصدير للفيديو تمام بتروح تختار الجودة اللي انت عايزها زي ما انت شايف من فوق هنا تصدير هدوس تصدير هنا هيجيب لك الجودات تحت الفيديو الف وتمانين وسبعمائة وعشرين وربعمائة وتمانين طبعا احنا هنختار اعلى جودة اللي هي الف وتمانين طبعا هتطول معاك في الوقت من المدة دقيقة مثلا في تحميل الفيديو هضغط تصدير وما طبعا هتمسك الموبايل بتاعك مش هتخرج منه ولا تروح لتطبيق تاني عشان خاطر التصدير ما يبقاش معاك تقيل طبعا كده هنبقى احنا بنصدر الفيديو هنا شغال بسرعة عليه لاني انت تمام اه فتح التطبيق او فتح الموبايل تمام وما فيش مخرجتش على موضوع تاني او تطبيق تاني فشغال معاك بسرعة لكن انت لو صدرت الفيديو وروحت الموضوع تاني تمام كده بالشكل ده انت بتعمل صواب على التطبيق تمام يا شباب استنى طبعا ماشي معانا بسرعة عالية تمام على حسب برضو حجم الفيديو اللي انت عامله يعني ممكن الفيديو بتاعك انت يكون طويل مثلا عشرين ديها طبعا بياخد معاك وقت في التحميل لكن لو الموضوع بتاعك قصير مسلا زي اللي احنا بنشرح عليه كده انا حافظت الفيديو لو رحت للستوديو بتاعي تمام وجبت للستوديو بتاعي كده يا شباب هدي للستوديو هلاقي الموضوع بتاعي اهو اللي انا كنت بشرح لكم عليه هضغط عليه بالشكل ده ولو ضغطت كده السلام عليكم ورحمة الله تمام كده يبقى انا عرفتكم كده انا عملت التطبيق وما فيش اي مشاكل وشراحة الميزات اللي فيه بكل سهولة ياريت كل الناس لو عجبها الفيديو بتاعنا او الموضوع بتاعنا ما تنساش تضغط لينا لايك للفيديو وتشترك في قناة نقطة التطوير علشان خاطر يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا